أهم الوقائع اللي أوردتها مؤخراً منظمة الصحة العالمية حول الأورام إنها تاني سبب رئيسي للوفاة في العالم سنة 2015 تسببت في وفاة أكتر من 8 مليون شخص بمعدل يصل إلى وحدة تقريباً من أصل 6 وفيات على صعيد العالم معظمها في البلاد المنخفضة ومتوسطة الدخل وإن تلت وفايات الأورام تقريباً بسبب عوامل الخطر السلوكية والغزائية زي ارتفاع كتلة الجسم والنظام الغزائي الخاطئ وقلة النشاط البدني والتدخين اللي بيمثل 22% من أسباب الوفاة بالأورام والكحول الخسائر السنوية على الاقتصاد العالمي من جراء الأورام وصلت سنة 2010 لأكتر من تريليون دولار ومع كل الأرقام والوقائع المخيفة دي يبقى الأمل في هزيمة الأورام والحد من انتشارها قائم خاصة مع التطور العلمي والتقني المستمر ومع الكشف المبكر والمتابعة المنتظمة مع الطبيب المختص أهلاً بكم في واحدة من أهم حلقتنا على الإطلاق في لقاء مع اسم عالمي كبير اليوم وموضوع شديد الأهمية فانتبهوا الحوار اليوم مختلف كثيراً جداً فيه دايماً أقول أنه فيه أعراض لأمراض أنتوا عارفين طبعاً كل مرض في الدنيا بيظهر له أعراض الأعراض دي احنا عندنا في كل برانش في الطب اسمها سيمتوماتولوجي وهذه المجموعة من الأعراض دايماً في توصيف الأدبي ده توصيفي أنا الأدبي للموضوع فيه أعراض نقدر نقول عليها كده محزوزة وفيه أعراض مش محزوزة ده على مستوى مش بس مصر فيه أماكن كتيرة في العالم من الأعراض المحزوزة مثلاً مثلاً الألم يعني الألم يحرك المرضى دائماً ألم يجعلك تذهب بسرعة عشان تلحق نفسك عشان الألم شيء مزعج للغاية لكن من الأعراض الغير محزوزة الإمساك مثلاً من الأعراض الغير محزوزة ليس له حظة ليه؟ إنسان بيعاني من إمساك وعانده خمسين سنة أو خمسة وخمسين أو ستين سنة ماذا يفعل هذا الإنسان؟ في الغالب سيتجاهل الأمر في الأول لما يتعب ويضايق منه جداً هيشوف يفتح الانترنت الكارسى الكبيرة ويدور العلاجات الطبيعية للإمساك طبعاً لو حظه سيء وبتفرج على بعض القنوات اللي هي تحت بير السلم وتفرج على بعض الناس الدجالين اللي بيقولوا علاجات من أعشاب والأخير يقولك العشبة دي بتعليق 37 مرض من ضمنها الإمساك فحظه هيبواحش وهيخبطش واحد من دول وبعض الناس من دول فقتت حياتها من عشبة عملت لهم مش حل الإمساك فشل كلاوي حد ولا قدر الله أفا لو هو يعني تحرك شوية ينزل للصيدلية ودي حركة برضو في منتهى القسوة والغراب مثل الخير يا فلايا دكتور ممكن ما يكونش الدكتور اللي قاعد في الصيدلية في الوقت ده يكون مساعده الدكتوره بيتغدى والحاجة يديني حاجة للإمساك يا ابني يدينيه أي حاجة للواقف دوت والأمور تمشي يبما يوم واتنين ويفاجأ أن الأمر في منتهى الأهمية والخطورة لأن الحالة ما تحلتش لما يروح للدكتور يكتشف أن سبب الإمساك كان حاجة خطيرة أنا فاهمها النهاردة مثلا ويبقى تحرك ربما متأخر عن الوقت اللي بيتحرك له الإنسان فوق أوروبا شهور اتأخر شهور شهرين تلاتة عنده إمساك وما بيتحركش شفت ناس كتير كده على مستوى قريب وربما بعيد نسبيا سمعت الحالات من حالات لو أنا حطتها في صياغة أدبية تصل إلى مرحلة مأساة لما بنت أو ست يكون عندها مثلا تسعة واربعين سنة وخمسين سنة تعانم إمساك يستمر كم شهر وما تدورش وبعدين تروح تدور فيكتشف أن الورم تفحل وانتشر واستفحل ووصل إلى مرحلة مش عارفين نعمل معا إيه النهاردة زي ما قلت لكم حوار خاص جدا ومع قيمة علمية عالمية مش بس أنا اللي بفتخر بوجوده النهاردة مصر كلها بتفتخر بيه ووجوده معانا النهاردة إضافة هائلة للدكتور ووجوده أكيد فيسرين بعلم غزير جدا الرائد القدير والاسم العالمي الكبير الجراح العالمي القدير أستاذنا الأستاذ الدكتور علي أحمد شفيق أستاذ ورئيس قسم جراحة القولون والمستقيم بكلية الطب بأسر عيني جماعة القاهرة صاحب دبلوبين جراحات المناظر من جماعة سيراسبول ورئيس الأقليمي الجمعية الدولية الأساسية القولون المستقيم عضو جمعية الأمريكية للقولون والمستقيم وزميل الجمعية الفرنسية لجراحات الجهاز الهضمي الرائد القدير والاسم العالمي الكبير أهلا بك أكثر علي بي أهلا دكتور أيمان سعيد بتواجدي معك ودائما بيشرفني أن أنا أشوفك إن ده شرف كبير لنا قبولك دعوتنا النهاردة والموضوع في المدهة الأهمية والخطورة يعني أنا عايز أقول أنه ناس كتير من معارفي وهواء إلى خير بحولهم لحضرتك باشتباه ربما سرطان قولون وناسبة كبيرة منهم فعلا بيكون سرطان قولون بس عايز أبدأ الأول بمعنى كلمة أورام القولون تمام المقدمة اللي حضرتك أولتها دي مقدمة مهمة جدا وفي تو ذا بوينت يعني في الصميم بالتأكيد أن إحنا في عصر الأورام انتشرت انتشار يعني مثير جدا ومخيف وبقت في القولون وغير القولون القولون بيعد تالت أشهر الأورام انتشارا وإحنا لما الدولة تعمل مبادرات للأورام والصحة وبصدد أنها هيبقى في مبادرات لأورام القولون ده معناه أن دي حاجة مش حاجة عرضية دي حاجة بقت كميتها كبيرة ما هي الصغيرة ألفات من المرضى بتشخص سنويا في مصر إصابة بأورام القولون الأرقام دي في تزايد في السنين الأخيرة ده طبعا من نمط الحياة ونمط المدنية اللي يطغى على كل الريف المصري وما بقاش في الحياة الطبيعية القديمة اللي كانت موجودة وبقى في الميكانة في كل شيء والتصنيع في كل شيء حتى اللي بنسميها الأشياء الطبيعية اللي هو أكل الأرض وزراعة ما بقتش بيور بالشكل الكافي بقينا نلجأ نرول الأكل الأورجانيك يعني حتى أنت لما تروح الغيط النهاردة ده مرشوش بكذا ومرشوش بكذا مواد كيموية في وقت من الأوقات تقال عليها مسلطنة وهي جزء كبير من اتشار الأورام في الفترة الأخيرة بيبقى معتمد على البيئة اللي احنا بينايش فيها أورام القولون زي ما حرق قلت للوقتي من الأورام المنتشرة وبكسافة في الفترة الأخيرة وهنا بنعتبر الورام دهوة هو عامل زمني يعني إيه عامل زمني يعني زي الموقيت لو ملحقتش كذا دخلت في الميقات التاني لو ملحقتش كذا دخلت في الميقات التالت زي الحمل الطفل في الشهر الأول غير في الشهر التاني غير في الشهر التالت غير في الشهر التامن وهكذا نفس القصة الموقيت بالنسبة لنا في الأورام هي حياة بمعنى لما الميقات يبقى في الدرجة الأولى أو الدرجة صفر هنا الدنيا بتختلف تماما والشفاء بيبقى يصل إلى 100% لما يكون في الدرجة الثانية بتقل شوية في الثالثة بتقل كمان ما تكون في الرابعة بتقل أكتر فبالتالي أنا التوقيتات مهمة هنا هي رجعنا التوقيتات دي معناها إيه؟ يعني التشخص بدري اللي هو الكشف المبكر عن الأورام ده العنوان الكشف المبكر عن الأورام الكشف المبكر ده هوت بيوفر على العيان وعلى الدكتور مليون حاجة زي ما حضرتك قلت الإمساك من الحاجات الدم من الحاجات اللي بتبين الكلام ده هوت وحتى كلامنا للدكاترة الدم اللي ما ناخدش كل دم بواسير ما ناخدش كل إمساك ده تلابك معوي أو سوق هضم لازم يتبصل المواضيع بشكل جدي وشكل احترافي عشان كده هوت لأن الوقت اللي احنا بننتظره وبندي أي كلام للمريض بالنسبة للدكتور ده بيحط المريض في غرفة أخرى أو في مرحلة تانية والمريض نفسه بنقوله أنت لازم ما تاخدش الأمور باستخفاف ولازم تجري عشان تشوف أنت عندك إيه وتطمن لو ما عندكش حاجة بالظبط عايزين أن نحط بقعة الضوء على الأعراض الأعراض الأساسية اللي احنا دايما بنشد عليها خطوط نمرة واحد التغيير العوايد اللي احنا متعودين عليها ده بالنسبة للإخراج أنا متعود على نظام معين النظام ده تغير بقى بدل ما كنت بعمل مرة كل يوم أو بعمل مرة كل يومين بيتعمل كل ثلاثة أيام كل أربعة أيام أو كنت بعمل بسهولة السهولة دي راحت وبقت بصعوبة فده اسمها تغيير change of habituation أو تغيير العوايد أنا متعود على نمط النمط ده بتدى يتغير ومش بتغير أسبوع ولا أسبوعين لا بتغير تغيير ممتد بيوصل لشهر وشهرين مش رضي يرجع تاني زي الأول طيب هنا هود ده يشككني حتى لو مفيش دم فيش أي حاجة إنما تغيير النمط في حد ذاته ده مشكلة أو وجود دم والنمط ثابت يعني إيه يعني أنا بشوف دم في المخرجات بتاعتي ومش عارف سببها إيه الدم ده أنا عارف الدم بيقلق الناس بس هنا يمكن الإمساك ما بيقلقش الناس إنما الدم بيقلق الناس وبيجروا على الدكتور لما بيجروا على الدكتور الدكتور بيعتبرها بواسير ودي بين الأخطاء الشائعة لازم يفحص كويس ولو مش متأكد 100% إن الدم لأن الدم ده قصة كبيرة يعني ايه قصة كبيرة يعني الدم اللي نازل من المعدة للون والدم اللي نازل من الأمعاء الدقيقة للون تاني والدم اللي نازل من القولون للون تالت والدم اللي نازل من المستقيم والبوسير للون رابع فقصة الدم وكمياته ومواعيد خروجه دي قصة لازم يلقى عليها الدوق بشكل جيد والدكاترة تاخدها بتمعن مش دم والسلام تمام فعشان كده هؤلاء احنا بنقول الدم والتغيير عوائد الاخراج مش الامساك لان الامساك في حد ذاته ما ممكن واحد عنده امساك بقى له خمس سنين بقى له ست سنين ده انا ما شكش فيه انه لما اللي كان طبيعي وجاله امساك بقى له شهرين هنا ابدأ ايه اشك فيه انما اللي بيقول لي انا طول عمري عندي امساك وباخد كذا وباخد كذا يبقى العراضين الاساسيين هم الامساك وخروج الدم مش الامساك اسف تغيير عوائد الاخراج وخروج الدم دول الاساسيات تمام نيجي حاجات جانبية بقى زي لان فيه ساعات بتبقى اورام بنسميها في القولون في المناطق الصمتة ليه ودي بتبقى نصيب البني ادم بتيجي بدون اعراض خالص بتكتشف بالصدفة او في مراحل متأخرة ايه المناطق الصمتة منطقة القولون الايمن اللي هي السيكم دي بتعتبر من المناطق الصمتة لانها واسعة والورد بيكبر فيها بقى رياحية والفضلات بتمر بشكل طبيعي من جنبه وما بيحصلش مشكلة اللي فوق على اليمين اللي هو اللي فوق على اليمين اللي فوق الزايد على طول اللي فوق خالص على اليمين اللي هو منطقة السيكم ده منطقة اللي احنا دايما نقولون في بدايته بيبقى واسع وبعدين يبدأ مع وصول المنطقة المستقيم او منطقة الشرج يديق فالمنطقة الواسعة دي بتبقى منطقة اي كمية خلايا جديدة تتكون فيها السكة السلكة ما بتقفلهاش ممكن دي اللي بتبين وما بتجيبش دم كتير ممكن دي اللي تبين لنا حاجة اسمها الدم الخافي هو ده اللي احنا بنحرص على ان هو يتهامل فالدم الخافي ده هوت هو اللي ممكن يشخصينا حالة زي كده بس العين ما بيشتكيش من حاجة مناطق تانية بتيجي فيها بتاع في الكبد اللي هو انتشر وراح للكبد لان الكبد من المناطق المشهور لانتشار فيها من القولون فبالتالي يا اما تغيير عوايد الاخراج يا اما الدم يا مدم خافي موجود في القولون في الفضلات يا اما اه 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 صامت ما فيش اي اعراض يكتشف بعد انتشار او الام في البطن في مناطق مختلفة ودي بتبقى المراحل الاخيرة اللي هي بسميها التارمينال او النهائية المراحل الربح التشخيص هنعمله ازاي وفيه ناس فيه كاتيجوري كده من الناس اللي هو عندهم تاريخ عائلي بأورام القولون وإحنا عارفين وهم عارفين إنه أورام القولون فيه نسبة تاريخ عائلي فيها تمام ده نقطة مهمة حضراتك قولي أسرتها التاريخ العائلي أولا التاريخ العائلي مش لازم يبقى الأورام القولون ممكن جدته جالها سادي خالته كان عندها في المبايد أبوه كان عنده في القولون وهكذا تمام فهو بنسميها عائلة أورام مش قولون بالذات لأن جين الأورام ممكن ييجي في أي سيستم في أي مكان أي جهاز في السادي أو في الجهاز الهضمي بالضبط كده في السادي أو في الجهاز الهضمي أو في أورام البرستاتة أو العظم أو الليمفومة أو الحاجات دي كلها ممكن ييجي فيها فبالتالي عائلة الأورام أي نوع من أنواع الأورام مش لازم يبقى الأورام دول اللي بنسميهم الزات الخطورة عالية High Risk Family إن دول أي أعراض خفيفة يفضل إنهم يعملوا فحوصات وساعات بنبقى فيه بعض الناس بتبقى متطرفة أكتر إنهم يعملوا مناظر سنوية للأمان اللي هو تعمل منظر كل سنة لإنك أي حاجة تضلعت أي حاجة تتشال على طول بدري قبل ما يصل فيها تغيير فدي العائلات اللي فيها High Risk أو خطورة عالية نيجي للتشخيص التشخيص لما بيتعمل سيرفي أو مسح للأورام لو تعمل برنامج للموضوع ده المسح يعني إيه مسح؟ يعني أنزل على منطقة مثلا بحاجة اسمها تحليل دم الخافي في الفضلات في البراز تحليل دم الخافي ده الإيجابي ده بيتحط على جنب والسلبي بتحط على جنب السلبي ده ما عندهش مشكلة الإيجابي بنبدأ ناخد تاريخ المرضي ونشوف هو عنده أي تغيير في حاجة ونشوف أعراضه ونشوف عنده دم مرقي ولا لا ويبدأ يتخذوا يتعمل لهم مناظير ليه؟ لأن أغلب الإيجابي ده يبقى عنده مشكلة موجودة جوا ومش لازم تبقى أورام يعني الدم الخافي الإيجابي ممكن يكون نتيجة جيوب في القولون التقرحات في القولون التهاب في القولون يتعملوا المنظار ده عشان ننفي وجود أي أورام موجودة مش لازم أعمل المنظار عشان أأكد أنا بعمله عشان أنفي أن أنا عندي مشكلة تمام؟ فده الطريقة التانية الأكيدة للتشخيص طيب اللي مش عايز يعمل المنظار الأشعات النهاردة بقت أكثر دقة زائد النهاية بتدينا تشخيص دقيق جدا وتقربنا من إن ده ورم ولا مش عايزة هنا المنظار ده بياخد عينة بيخش ودي الميزة الأكيدة بتاعت المنظار إن هو بيخش ياخد العينة من الورم والعينة دي مهمة جداً لإنها بتدينا النوع بتاع الورم وبتدينا الدرجة بتاعت الورم وبتدينا الساعات التحليل الجيني بتاعها أنا هندي علاج كمائي موجه ولا مش هستجيب العلاج الكمائي الموجه فكل الحاجات ده هيت مهمة جداً من قطعة العينة اللي بيخش سميع خزعة الصغيرة اللي بتتاخد من المنظار فالمنظار ده شيء مهم جداً وهو الوحيد اللي بيقدر يوصل للمناطق دي إن هو ياخد العينة المنظار النهاردة بقى الدور بتاعه أكبر بعد كده هوت ليه؟ لأنه شيل الأجزاء ده هيت وصل لمراحل كبيرة اللي هو بيتشال مش عينات بتشال كلها يعني ممكن لو ورم الدرجة الأولى أو الدرجة زيرو احنا عندنا الأورام الدرجة زيرو الدرجة الأولى والتانية والتالتة والربع الدرجة الأولى والزيرو ممكن الورم يتشال بالمنظار ده هوت والعين يعمل فولو أب بس متابعة وما ياخدش حاجة تعملوا منظير كل شوية وتشافوا خلصة الموضوع ما يعملش عمليات هي دي العملية درجات الأعلى من كده هوت بنحتاج بقى بنخش في العمليات بس بيظل التشخيص بيعتمد على الثلاث حاجات اللي بقولها نمرة واحد العينات بتاعة الدم الخافي في البراز نمرة اثنين المنزار القولوني نمرة ثلاثة أشعات البطن والحون من أول المقطعية للراني الخطة العلاجية بتمشي إزاي بلا؟ الخطة العلاجية بالنسبة لأورام القولون شيء والمستقيم شيء تاني احنا تكلمنا عن المستقيم قبل كده القولون الأساس فيه لهنا ما عنديش انتشار في أي حتة خارج القولون التدخل إن أنا أشيل الورم الشيل الورم إنه هوت بقى فيه تقدم مهول في الشيل الورم لو في المرحلة الأولى والتانية والتالتة الشيل وحتى في الرابعة في بعض أنواع الرابعة الشيل بيعتمد على بنسميها Minimally Invasive Techniques التدخلات المحدودة التدخلات المحدودة التدخلات المحدودة ده هي من أول المنظار بتاع القولون لمنظار الجراحي المنظار القولون ده بيخش من القناة الشراجية ده من مناظير القولون أو الماعدة بيخشوا من الفتحات الطبعية يا إما من الفم يا إما من القناة الشراجية إحنا دلوقتي بنتكلم عشان الناس سوى بس مش مش متوش باش الأمور غمض عليهم إحنا نحن نتحدث عن المراحل اللي لسه في الأول المراحل المتقدمة آه طبعا آه ندخل بالمنظار في المراحل المتقدمة آه المرحلة دمرة واحد وساعات بعض مراحل دمرة اتنين إيه الفرق ما بين واحد واثنين وثلاثة واربعة برضو عشان الناس تفهم هو مدى اختراق الخلايا السرطانية لجدار القولون يعني إيه اختراق بنبسطها كأنك بتدق مصمار في الحيطة أول دقا جبت طبقة الدهان تاني دقا جبت الأسماد تالت دقا جبت الطوب تمام دقا الرابع خرقت براحة آه اختراقت الجدار تمام فهي دي المراحل فبالتالي أنا لما بقى في مرحلة الأولى اللي هي لسه بس في الإشرة الأولانية بتاع الأرضية بتاعت القولون فنقدر شيلها بالمنظر القولوني فبالتالي يقدر يخش تحتيها تحت الطبقة الدهية يعمل تشريح دايسكشن ويرفحها وبعدين يعمل دايرة حواليها ويستقصرها ويسحبها والقولون بيقفل المكان أو ساعة يسيبه مفتوح بتاع الطبقة الميوكوزة بس إنه هو بيخش في الصب ميوكوزة اللي هو الطبقة تحت القشرة الأولى بتاعت القولون القولون بتكون من أربع طبقات الطبقة الأولانية والتانية دول ممكن يتشالوا في مكانهم بالمنظر القولوني فهنا بنرجع تاني للجملة الأولانية المواقيت كل ما اكتشفه بدري بشيله بدري وبعملية بسيطة ماحتاجش أي حاجة طيب لما يجيلي في المرحلة التانية المتأخرة ما فيه التانية A و B و 3 و 4 لما يجيلي التانية المتأخرة و 3 و 4 دول هنا هو بيبقى لازم نخش في الاستقصال الاستقصال اللي هو إن أنا أخش أشيل الأنبوبة نفسها جزء من الأنبوبة بتاعت القولون بنقصها مع الغدد اللينفوية بتاعتها مع منطقة أمان تحتها ومنطقة أمان فوقيها وده بنسميه الاستقصال الجزري يعني إيه الجزري يعني إن أنا بشيله بمساحات أمان مع غدد اللينفوية وما سيبش أي جزء من الورن موجود تحت ده الاستقصال الكامل لو سبت أي خلية واحدة هترجع تاني نوارت يا فدن شكرا ضيف العزيزة القمة العلمية الكبيرة الأستاذ دكتور علي أحمد شفيه أستاذ ورئيس قسم جراحة القولون والمستقيم الأستاذ بوكلية طب جماعة القاهرة أسرعيني وصاحب دبلومة جراحات المناظير من جماعة ستراسبورج ورئيس الأقليم لجماعية دولية لأسادس القولون والمستقيم وعضو الجماعية الأمريكية لقولون المستقيم وزميل الجامعية الفرنسية لجراحات الجلاز الهضمي كان ضيفي في واحدة من أرقى حلقتنا على الإطلاق في الدكتور خليكوا دايما مع الدكتور أهلا بكم إحنا بندور كل حتة في جسمنا ضرر كبير رئيبتنا وظهرنا ضرر كبير جدا جدا تعالوا أحكي لكم قصة مهمة جدا لتوماس هيرزوغ ده مدير أعمال النمسوية كيري كورنبيرج طبعا أسماء صعبة خالص كيري كورنبيرج دي لعبة قبز بالزانة ودي عندها 21 سنة تعرضت الارتطام قوي جدا اللي بتتخور هتتعور وساعات يكون الثمن غالب لكن العلم الحديث بيوفر إلى حد ما فرص لأولئك الذين يصابون إصابات كبيرة البي أربي هذا العالم المثير مع ضيفي العزيز الحقيقة اليوم لقاء مهم جدا مع قمة علمية كبيرة وإسم كبير وأنا بعتقد أن هذه واحدة من لقاءات القرن الواحد وعشرين يعني إيه لقاءات القرن الواحد وعشرين؟ يعني العلم الحديث جدا في عالم العناية بالعمود الفقري وبالعضلات ضيف العزيزة الإسم الكبير لأسيس دكتور أيمان عينبا في قوانين في الجسم ما نقدرش نبدلها ولا نغيرها ألم فضاهري ده نزلها قضروف ونزلها قضروف يعني أعمل اللي هو مش محترف يتجنب المخاطرة العالية لأنه هدفع تمنع ذات 15 سنة بأخد علاج مش بتاعي دمروني بجد إزاي إحنا نكسر القانون ده ونوصلك لمرحلة البناء والتصليح البي أربي عزل عالم المثير لا فيه أولويات وأنا ما بفكر العين بفكره في الأولويات دي أني بشهر هخفه هرجع لطبيعة عمري ما كنت أتخيل كده الأستاذ الدكتور أيمان عينب أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري بكلية تب جامعة القاهرة حاصل على دبلومة علاج الألم بتنظيم فيسيولوجية الجسم ميلانو إيطاليا زميلة جماعية العالمية لجراحات مناظر العمود الفقري فرنسا ضيف العزيز الإسم الكبير أستاذ دكتور أيمان عينب أهلا بيك دكتور أهلا بيك دكتور وحشني والله وانت كمان الحقيقة النهاردة عنوانا البي أربي يصلح ما لا يمكن إصلاحه صح كده؟ صح وانا دايما أنا بقى بقول الإسم الثاني للحلقة النهاردة حلقة القرن الواحد وعشرين العلاج للقرن القرن الحالي والمستقبل لكن عايزة بدأي الأول إيه رأيك في اللي احنا شوفنا دلوقتي؟ طبعا الإنسان بنيته ضعيفة زي ما عارك كنت قلت قبل كده في حلقات قبل كده إحنا ما عندناش حاجة تحمينا مبارحنا شوية لحم عضلات سهل تكسر مفاصل كتيرة أو بتتحرك سهل تتمزق فأي إصابة بتنتج عنها كارثة المحترفين وغيرهم يعني برضو من أسوأ ريضات اللي زحلقة على التلج الاسكينج ده ده ليه مشاكل وكسر عمود فقري هقول لأسف اللي بتكسر أو بيبوز في العمود الفقري أو في الجهاز العصبي ما بيرجعش تاني لغا دلوقتي اللي ممكن قدام الدنيا تختلف إنما كل واحد يتجنب المشاكل هم محترفين فده وظيفته الرئيسية فقدامها عواقب وساعة بتحصل وساعة في نسبة مخاطرة عالية فمش كل الناس كده إنما اللي هو مش محترف يتجنب المخاطرة العالية لأنها تفعت منها غالية اللي بيلعبه بالبتاعات الكور الكبيرة دي الساعة التهور بيخليك توعد تطع عمرك تتعالج بمشكلة أنت كنت تفغين عنها بسبب رياضة بسبب يظهر مع واحد أنا جالي مرة عيان بيقول لي أنا سواء تاكسي بهدلني ضرب فرمالة فجأة ومنخبطش في حاجة بس طلعوا قدام فجأة رقبت وتمزقت وعايش بقاله سنة بيتعالج بيانه بس عشان فرمالة تاكسي يعني فأنت عندك مشكلة إن سهلة تتصد فخلي بالك ده هيجوريني للسؤال الأول الالتهاب كلمة رخمة وصعبة بس أنا أول مرة النهاردة وإحنا بنجهز الحلقة أعرف أن فيه أنواع التهابية وأنواع ألم في العضلات والفقرات والمفاصل فيه أنواع للتهاب والألم؟ ما هو الألم بتصاحب الالتهابات دائمة إنما إحنا فيه عندنا نوعين من الالتهاب فيه التهاب ممكن يشفيك وفيه التهاب ممكن يموتك يعني إنت دلوقتي عندك العربية لما بتيجي تدورها لو البطارية كويسة مرة واحدة بتدور المطور بيشتغل بتمشي صح؟ لو البطارية ما بتديش فولت المناسب بتوعب تدور كذا مرة لما تستهلك طاقة البطارية الالتهاب المزمن ده التهاب بيدي مقدار معين من الالتهاب الجسم مش قادر يصلح معاه المشكلة فبيقعد يستنفذ طاقة الجسم لفترة طويلة فبيدخل العيان في مشاكل تانية فده التهاب ممكن يموتك الالتهاب الحد ده التهاب بيوصلك لمستوى التصليح المناسب اللي بتخفي معك فعشان كده المرضى المزمنين بيقولك أنا بقى لي عشر سنين بلف عند كترة وما أصرتش ومعها حق بس هو الجسم ما تصلحش ما تصلحش ليه؟ عشان ما وصلش للمستوى المعين إن نبدأ مع التصليح طبعا حضركة عارف الأكشن بوتينشيل وقول أورنان لو في قوانين في الجسم إحنا ملزمين بيها ما نقدرش نبدلها ولا نغيرها القوانين دي إذا وصل التهاب لمستوى الحد تبدأ الخلايا تخش تبدأ عملية البناء بتحصل لو ما حصلتش هتعيش بيه طول عمرك ودي حقيقة سبتة الخسونة وألام العضلات إذا طولت عن كذا شهر ثلاثة لستة شهور يبقى أنت معرض تعيش بيها طول عمرك إزاي إحنا نقصر القانون ده ونحاول نمشي عكس الطبيعة ونوصلك لمرحلة البناء والتصليح بحقن الصفاحة الدموية والبلازمة اللي هي اسمها ال-PRB هنيتكلم عنها بالتفصيل هل بقى هل الحكاية دي يعني بتجيب نتائج ولا لأ هل في ناس كتير بيستعملها ولا لأ إحنا عندنا قانون كوني إن الحاجة المفيدة بتفضل والحاجة اللي مش مفيدة بتختفي صح يعني أنت أكيد سمعت عن كذا صحيحة في الطب بطلعت واختفت أو كملت وكبرت وانتشرت لأن يعني في آية هنبدأ بيها بس فأما الزبت فيذهب جفاءا وأما ما ينفع الناس فيمكس في الأرض فدي قانون كوني موجود في خلال السنتين اللي فاتوا أنا سبحان الله لقيت كمية ناس بتشتغل بال-PRB دا كاترة وجامعات دخلته ومستشفات تبع مراكز كبيرة منها الجيش دخلته وبدأت تحقن به وبدأت النتاج تبقى هايلة بيجيلي ناس من الأقاليم والمحافظات في مصر مختلفة بيقولوا إحنا حقلنا وتحسلنا أو كذا دكتور بدأ يحن الانتشار زاد دا درير على النجاح الحمد لله وإحنا عندنا كمية عينين كتير جدا محتاجين تصليح مش تسكين الأثار الجانبية المسكنات عنيفة ما عندناش بدائل للأسف فهو إصلاح ما لا يمكن إصلاحه بدونه دي حقيقة ما فيش تغيير في ميجا ستار وناس رأس ملهم في جسمهم يتعالجوا بالPRB جارس بيل نادال النجوم الرياضين يعني جارس بيل دا نموذج ليه العلاج بالPRB فيه إصاباته كان ممكن تطول فترات طويلة جدا طبعا وأثرها بالPRB صحيح زي ما حرج بتقول برضه الإصابة في أولها الجسم بيبقى لسه مستعد إنه تصلح الإصابة بعد فترة طويلة بتبقى مزمنة بتتكون كذا بقرة ألم ما بتبقاش واحدة بس ودي برضه فكرة العيان بالعملية اللي عنده غضروف اللي بقاله خمس سنين عنده غضروف زي اللي بقاله ستة شهور لأ طبعا اللي بقاله ستة شهور دا حيشيله غضروف حيخفها اللي بقاله خمس سنين دا حيشيله غضروف حيخف 30% مين أشهر أماكن الألم هي أماكن المفصلات هي مناطق الحركة إيه أشهر مناطق الحركة عندنا الرقبة زي دي كده دا مفصل فك طبعا من العشمال وده من أسوأ مناطق الصداع عند المرضى ومفتكر دايما أنه عنده العصف الخامس ويطلع مفصل فك الرقبة مشكلتها كمان إنها بتعمل دوخة وبتعمل إحساس الترجيع والصداع المستمر دي منطقة مفصلة أنت دايما قاعد على الموبايل برقابتك قاعد موطي وانت بتكتب على المكتب فدي منطقة مهمة جدا في الحركة نص الظهر وآخر الظهر لأن دي الثلاث مناطق اللي فيهم حركة طبعا الرقبة وآخر الظهر هما نمرة واحد لأنه نص الظهر دا فيه فقرات الصدرية فإلى حد ما محجمة الحركة شوية فما بتتصابش كتير قوي إنما آخر الظهر دي هي اللي بتنقل وزنك على رجلك فدي دايما مفاصل الحوض اللي بتلقبط مع الدسك وآلم أسفل الظهر اللي اللي عم بيقوم من نوم ظهره مش عارف تحرك منه وساعات ممكن يقعد يومين تلاتة في السرير مش عارف تحرك بسبب نبات الألم اللي بتروحه وبتيجي مع الشتاء مع تغيير المواسم مع الشغل التقيل فكل دي أماكن كتيرة جدا طبعا الكتف كل ما بتشيل حاجة بإيدك تقيلة كتفك بيتمزق عضلات كتفك من وراء تفتكرها إنها الفقرات دي برضو من أشهر الأماكن بزاد في السيدات مناطق التندو أكيليس اللي هي بيسموها العرقوب وطر الرجل فدي وطر العضلة ماسي هنا كعب عالي بالزبط هو ممكن كعب دي عام المشاكل الجميع مفصل الصبع الإصام اللي هو الإبهام ده من أكتر أماكن الألم وطبعا عضلة السمانة اللي هي هي طبعا اللي بيتمشيك فدي عليها لود عالي جدا الغضروف بيعمل ألام في السق وليس في الظهر فأي ألام في الظهر ده مش غضروف اتفقنا دخشونا ممكن يبقى معا خشونا إنما ألام الظهر بس دخشونا حتى لو فيه غضروف في العشاعة على فكرة ملاكش عمليه اللي بعده ألام الساق ألام الساق اللي هي ألام عرق الناس لازم أما نرفع رجله ما قدرش رفعه 22-30 درجة لازم يمشي يقعد في الطريق من الماشي بعد خمس لعشر دقايق لأ معاه تنميل ويكونه غضروف في الأشاعة مقنعة لا يعني لازم كذا حاجة مع بعض ساعات ناس بتجيلي أشعاتها نورمل وتبص على رجله وتلاقيه برضو نفس الأعراض مش عارف يمشي رجله بتوجعه دي عضلات بقى فهو لازم يبقوا متركبين مع بعض طبعا المريض مش حقدر يوصل الوحدة للتشخيص بس أي حد حيقولك عملية لازم تاخد رأي 2-3 كمان ما ينفعش تخش على طول على العمليات إلحق نفسك البول حيسبقك العين طبعا بيسمع البول حيسبقك ده بينار لا هو ما فيش غضروف بيعمل كده إلا 1% من الحالات لما يكون جاي أصلا على الكرسي بعجب فما فيش القصة دي معظم الناس بتخف يعني أنا عندي ناس في الاستشارة خلاص بيكون اختفى الغضروف أو هو تحسن والراجل بقى كويس بقول له خلاص قفلنا قصة العملية فيعني معظم الناس بتخف الغضروف ده مش مرعب واللي حيبقى عنده بس الأعراض دي الوحدة اللي هي ألم عرق الناس لو وصلنا العملية حيخفوا بسرعة أوي ودي برضو المرضى اللي بنختارها يعني لو عملت عشر عينين مثلا عمليات حلاقي ثلاثة منهم خفوا كويس جدا وما سمعتش أخبارهم تاني وفكر غرص في البيت حتى وحلاقي السبعة التانيين خمسة منهم حيجوا قلولي ظهرنا وجعنا لسه ما خفناش قوي أعليجهم بقى سواء بالP RP أو بيعلاك تاني يتحسنوا برضو ويوصلوا له كويس حيتبقى اتنين بقى قاعدين كده دايما ما بتحسنوش فالعملية نتائجها من زي الناس فاكرة إن أنا حخرج سليم أخرج أرجع لشغلي بسرعة لا في حالات وحالات اختيار المريض ده مهم جدا الإفراط على طول عمليات معظم النتائج بتبقى وحشة تبتبوز حياته مدى الحياة يعني واحد انت دخلته في ألام زيادة وفضل طول عمرو يتعالج بيها ما كانش محتاجها أو دخلته في تشخيص غلط وسبت التشخيص الرئيسي زي اللي عندهم تلايف عضلة بيجي لي ناس كتير قوي عندها تلايف عضلة اللي عامل عملية فيبروميالجي آه وغضروف صغير جدا وعمل عملية برضو المشكلة برضو للأسف في أطباء الأشعة بيكتب انزلاء غضروف في 3 و 4 و 5 و 5 أول وكلهم نتوءات لا تزيد عن 1 ملي ما يسماش غضروف تشوف بقى الأشعة اللي مسلا تقرير جاي من برة حد عايش في أمريكا ولا حاجة يكتب لك جنبها مالوش أي دليلة دلالة كلينيكية يعني باللغة البسيطة بتاعتنا مش مهم مش مهم حاجة لا تزكر هو ما قدرش ينكره حاجة لا تزكر وما قدرش يخطك بيه إنما هو يقولك في غضروف إنما مش مهم بس يعني فلازم العين يبقى عارف إيه المهم وإيه اللي مش مهم طبعا إحنا يعني فقدنا الأولويات ما عندناش فوق الأولويات لا في حياتنا ولا في تفكيرنا ولا في شغلنا يعني غضروف صغير زي غضروف كبير ما بتعرفش تمشي زي بتعرف تمشي لا فيه أولويات وأنا ما بفكر العين بفكره في الأولويات دي إيه اللي حيفيدك أنا حطلعك مع عملية كويس ولا مالوش لازمة قدر أجنبك قد إيه عملية كم في المية بطرق مختلفة آمنة الـ PRB يمكن أحسنهم أو هو الوحيد تقريبا يعني الحمد لله أنا معالج ناس كتيرة جدا هنشوف أشعاتها يمكن منهم كانوا يعني لعبة كورة وناس كتيرة رجعوا يشتغلوا تاني ويلعبوا وبعد العملية ما كانش عارف يلعب على فكرة وده كان عنده غضروف ومحتاج الجراح وناس تاني كانت بتمشي خطوتين بتقعد في الطريق الحمد لله تحسنت مع أن أنا جراح يعني أنا أفضل دايما الجراحة أسهل لي بدأ لما أخذ مشوار كذا شهر مع المريض في العلاج إنما أنا بفضل مصلحة المريض دايما نمبر وان إذا كان يحتاج إلى زاكة طبعا إذا كان يحتاج في حالات هتحتاج جراحة بلا شك لازم نعملها زراحة ده العين اللي بيزعل بقى إنه هو بيجي مش عايز يعمل عملية وبيفاجأ إنه ملوش مخرج إلا العملية لأنه دخل بقى في سقوط مشت الرجل دخل في ضعف العضلات منظر الأشعة دي إنقاذه يعني البي أربي البي أربي هل البي أربي ترى إنه وصل للثقافة المصرية كما ينبغي الآن كما هو في الثقافة المصرية أحسن بكثير من ما بدأنا أحسن بكثير الحمد لله أحكي لي بقى أنا عايز أحكي أسمع قصص المرضى يعني وإعنا من يمشي كده تتشوقتني تليه لعيبة كور آه ده ده مهم أو يعني لعيبة كورة يعني إنت ببترجعش واحد يمشي أو راح واحد بقى يرتاح ده 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 έدد ده أداء عضلي قوي دي حقيقي يعني أنا جالي وبعدين عنده غذروف كبير بدأنا بالعلاج الحمد لله تحسن دخلنا في البي أربي تحسن أكتر آه أنا بقوله أنت بالنسبة اللي بين آدم طبيعي عمره ما حاش تكي إنما أنت يعني بيزود نفسه جدا في الحمل ده 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 أشعة تلاقي بكورة لا ده ادلي اشاعة تاني مريض كان عنده ده.. يعني تشايف فقرات العنوقية عليمين دكولها ملاخلاخة دكولها زواد عضمية عدم ثبات الم امل في الرأى بجامد اللي على الشمال نفس القصة ومعها غذروفي صار اخر وحتوا اين السام اللي لأقضر بها ده انظله غذروفي جنب الحبل الشوكي واحد اثنين قطني ده حبل الشوكي المريض ده كان طبعان مرشح للجراحة ده عنده 52 سنة من أسيط وعنده كان مشكلته المشي ما بعرفش يمشي خمس دقائق في الطريق برضو هو خايف من الجراحة بدأنا بالحق الحمد لله هي جلسة واحدة خافة 70% يمشي كويس جداً كلام ده من سنة ومن ساعتها لغد الوقتي زي الفلق دي حالة نمرة اثنين دي سيدة من الفايوم عندها 62 سنة عندها الام كانت بسبب دي القناعة العصبية لو حضرك هتبص على اليمين هتلاقي العلامة الخضرة دي قناعة عصبية دياء العلامة الزهرق قناعة عصبية واسعة بين الفرق بتاعي اه طبعاً بالضبط دي ده نتيجة الخشونة وزواد العظمين من المفاصل فدي كانت عندها الام عرق النسف في الساق اليومنا تحسنت برضو الحمد لله 90% 90% وسبعين وكده دي ارقام من بق العيان هتبقول له دي نفسك رقم يقول لي فالحمد لله جلسة واحدة برضو تحسنت مكملناش ده غضروف قطني اللي برضو العلامة الخضرة دي خارج ده اربعة خمسة وجاية على هتلاقي حتة على العصب الشمال شايف العصب اللي بيض اليمين اللي هي عليه النوقات الحمرة ده مخرج العصب فحتة غضروف السودة دي جاي قفل عليه ده عنده عرق النسف قلم شديد جدا قلم شديد جدا ده مريض برضو عنده خمسة وخمسين سنة ومشكلته انه عنده قلم عرق النسف الناحة اللي مين وكان مرشح لجراحة والحمد لله تحسن بعد حوالي الثلاث لاربعة جلسات يعني وصلنا النتائج سبعين ثمانين في المائة الحقن الموضعي هنا يعني فيه اماكن بقى عضلات بتحتاج لحقن بمباشر فيها صح كده؟ صحيح وخصوصا انه فيه ناس دلوقتي باقتين عندها الشاكة العضلية كبيرة قوي وصلنا بيتمرروا في الجام الستات البيوت البنات عادتهم الغلط تلاقي حتة فرع بيت بلك دي بيتموت اه صحيح وبعدين طبعا انت عارف فيه ناس همين دلوقتي عاملين بيو لك اللازق عارف اللازق عارف اه ملوينة دي يعني ملوينة دي والناس مبسوطة يعني الناس ملوينة تعت الرياضة اه اه يعني هما بيشوفوا على فاكرة اللازق دي انا معرفش ادورها ايه يعني انا معتقدش هو هو زي ما قلت حرطة مخدر لأ مفيش حاجة طولت هتخفي لوحدها يعني عشان بس انه بقى واضحين واللازق دي مش تفرق معها أول حاج خلص هو بتقلل الالم زي وزي ايه حاجة في الدنيا انها ما بتعليقش المنبع نفسه احنا اتفقنا الجسم الحالات المزمنة الالام المزمنة بيركنها في الأرشيف متطلعش من الأرشيف تاني هتقعد طول عمرك في الأرشيف مش هتاحها تاني الا الا التابل حد اللي بيحصل نتيجة المواد التحفزي اللي ب rack صافحة دموية تبدأ تنبه الجسم ان الاصابة لسه حصلة يبدأ اشتغل عليها صلاحة يرجحها ازاء الاول إذا المطور دار ما بيتفوش لما بيخلص بطريقة بسيطة مبساطة يعني بدون ما نخش في تفاصيل طب ضيئة فالفرق بين ده حاجة اسمها الريجينرتف ميديسن اللي هو الطب التجديدي سواء البي ار بي هو على رأسهم أو حاجات تانية كان برولو سيرابي البايو بانكتر فيها حاجات تانية كلها بتدور برضو المطور بس ده أحسنهم أحسنهم ليه؟ ناتشرال من دم العيان من نفس الخلاق بتاعته كل واحد على فكرة بياخد سرعته برضو فالسن الكبير بتأخر درجة الخشونة العنيفة نتائجها مش حلوة السن الصغير أحسن الرياضي أحسن اللي عايش في جوه صحي أحسن يعني تقول لي مثلا أحسن شعوب بتعليجها أو نتائج في الشعوب يمكن الدول اللي حوالينا أهل اليمن وليبيا والسعودية عندهم جو حلو ما عندهمش تلوث طبعتهم البدوية والصحرة دي خليجي اسموهم سليم أكلهم متوازن فعنده جازل منع سليم بشتغل بصورة حلوة اللي عايش في منطقة تلوث عنيفة شامم أكل وشامم ريحة مش كويسة شامم جو ملوث بيأكل أكل كيماوي فيه كيماوي كل ده بيأفل حاجة اسمها الخلاق الجزائي اللي هي مسؤولة عن التصليح هيا فيه سؤال لمخرجنا العرب الخارج أستاذ هلال السويدي بس هتسمعوا على لسان مخرجنا الخارجي أستاذ هاني عاشي تعالوا نشوفه هاني هيقولي ألم أسفل الظهر الحاد ألم بيظهر يمكن بشكل مفاجئ وأحيانا بيكون ألم حاد وعنيف وبيوصفه المريض بشعور بحرق أو واغز سككين بتختلف شدته من معتدلة لحدة وقابلة للتغيير ألم أسفل الظهر بيحصل بعد القيام بنشاط مجهد أو صدمة معينة وممكن يحصل من غير سبب واضح الدراسات بتقول أن 80% من الناس بيتعرضوا لألم أسفل الظهر ولو لمرة واحدة على الأقل لطول حياتهم فاللي بيرفعوا أوزان تقيلة واللي بيعملوا في يومياتهم حركات إنحنائية خاطئة واللي بيسوقوا الوقت طويل واللي بيستخدموا الدراجات النارية والمدخنين ومتعاطي الكحول والحوامل في الأشهر الأخيرة وحتى اللي بيمروا بفترات توتر عاطفي أو نفسي كل دول معرضين من غير حوادث واضحة للإصابة بألم الظهر الحاد فأي علاج ألم أسفل الظهر الحاد؟ وهل البي أر بي لي دخل في علاجه؟ وإزاي نقي نفسنا منه؟ وإي خطورة إهماله والاعتماد على المسكنات في مواجهته دون الرجوع للطبيب المختص؟ كل المخرجين كل الناس اللي بتشتغل في الميديا بيشتكوا من ألم الظهر أسفل الظهر هو السؤال ده جميل كل زمل المزيعين كل مخرجين القناة بيشتكوا والمعدين صحيح بيشتكوا من ألم أسفل الظهر يعني ليه؟ عادتهم هم عادين موظم الظهر وتكيفات عالية جدا صحيح هو بيسأل على الألم الحد وعدك بتكلم على الألم المزمنة فأنا هجاوب على السؤال الحد ده ألم الحد ده سيبه حيخف الواحد يعني أنا بيجي لي واحد بيقولي الألم لسه حصل من أسبوعين جاي أخذ P.A.P بقوله لأ حضرتك خضر وشتها وروح وهتجي لي غالبا كويس وبيجي كويس فالحد ده غالبا وإحنا عايزين نوصله للحد ده هو دي مرحلة التصليح سيبه حيخف الواحد المزمن بقى هو ما عندوش أمل أنه يخف الواحد للأسف فلازم نرجعه للحد بإلحق P.A.P ده لو الألم دايقة يعني إيه معطلة شغله بيغيب عن الشغل كذا مرة في الشهر بدأ يتهدد يعني كان عندي مريض كان عنده تلاف عضلي المريض ده كان تقريبا حيتفصل من شغله وقاعد كذا سنة في البيت ما بيخرجش وبيقولي حتى المناسبات ما بروحش أعملها لا عازها ولا الكلام ده الحمد لله دلوقتي بيدور على شغل تاني برضو ده من ضمن الحاجات المزعجة حيتة دي مزعجة جدا دي عضلة اسمها ترابيزيس دي أكتر عضلة بتشيل إيدك طول ما انت بتشيل في إيدك طول ما دي شغالة تشيل تقيل دي تتمزق تلعب جامد دي تتمزق دي عضلة مزعجة جدا وبتضرب تنميل في الإيد بالكتف تضيعة تضيعة دي برضو بتتحقن الحقن احنا بناخد كذا طريقة في الحق بأعماق مختلفة ممكن نوصل للعضلة تبقى خلية وفي عضلة تحت عضلة وممكن ناخد العصب اللي تحت الجلد وممكن نوصل للمفصل جول المفصل على حسب الأطول اللي مشتغل بيها وعلى حسب احنا عايزين نوصل لإيه في الآخر طبعا احنا بنشتغل حاجة اسمها ساعات سيجمنتل سيجمنتل يعني منطقة معينة بتتحقن بطريقة معينة بحيث تتفرش وكلهم يوصلوا للتركيز الدخلي للعضلة ليها طبعا الحقن تركيزات معينة علشان ساعات الزيادة في التركيز بيقلب بالعكس وساعات برضو التركيزات القليلة ما بتديش النتاج الكويس فكل واحد ليه المناطق بتاعته بالكمية بتاعته دي طبعا الأنكل بالأربطة بتاعتها من أسوأ الأماكن كان خنقت العصب برضو من أحسن حاجات اللي بتخفها ما بايتش عامل عمليات تسليق عصب دلوقتي بقالي كذا السنة بسبب كل ناس بتخف بالحقن من يعتقد أنه يائس أو لا أمل ده ألم مزمن بلوسني نقوله ويه طبعا إن شاء الله فيه أمل بس برضو أنا بقول لعياني مش هناخد أمال عنيفة علشان ما نخبطش في السقف كل واحد ليه الأمل بتاعه ويه المقدرة بتاعته يعني اللي عنده 70-80 سنة من زي اللي عنده 20-30 سنة اللي جاي في درجة خشونة خمسة من زي واحد واثنين فكله برضو بالنما دايما فيه أمل إن شاء الله من إذا قدم عليه أي حد يقول له يلا قط عمليات يلا نعمل عمليات لا لا طبعا ما فيش حاجة اسمها القرار السريع ده قرار السريع ده أبدا وخصوصا في العمود الفقري ما عندناش طوارئ دي يعني مش عنده خلف غيبوبة ولا ورمف المخ لا لازم التأني لازم أديله فرصته إذا استنفس كله فرص أو فيه أعراض مخيفة هقول له وبرضو ما فيش يا الله بكرة دي يعني أي حد يقول له كده يسيبه وامشي يخد رأي تاني وتالت وما فيش أسكله واحد للأسف مش حجار رأيه فأنت شوف حد تاني يقدر يفيدك بطريقة تانية بس إذا كان الأمر فعلا بي أر بي وعلم حديث ينبغي أن تفهموه جيدا العلم الحديث في هذا المجال أعتقد أنه فتوحاته ستبقى كبيرة جدا في المستقبل القريب جدا والحاضر طبعا أنت نوضتني وأسعدتني وكان حوارا ممتعا كالعادة ضيف العزيزة لكم العلماء الكبير أستوى الدكتور أيمن عينب كان ضيفي في الدكتور البي أر بي كيف يعمل هذا ما سنترككم معه ونذهب إلى يعني نكمل الشاي بتاعنا مش كده وليه خلي بالكم منظهركم وإوعى من البتاع الكبيرة الكورة الكبيرة دي إوعى منها خطر جدا 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 خلوه دايما بعد دكتور أهلا بكم النهاردة يوم مهم جدا في عالم طب الأسنان أولا عالم طب الأسنان تقدم في مصر تقدم مذهل جدا ولا شك إن احنا من ضمن وظيفنا المهمة في التسقيف والتعليم الطبي إن احنا بنلقى ضوء على النشاط الرائع جدا والتقدم التكنولوجي والتقدم البشري والتقدم المهني في عالم طب الأسنان في المنظومات الحكومية وفي المنظومات الخاصة لأنه سروة مصر الحقيقة في عالم الطب تكمن في ده تكمن في تضافر الجهد بين المنظومات الحكومية يعني احنا عندنا قفزات بتحصل في المنظومات الحكومية بلا شك بلا شك عندنا مستشفى عين شمس عندنا جامعة عين شمس عندنا الأسر العيني والتقدم المذهل فيه عندنا جامعات أخرى زي الأزهر وجامعات خاصة قدمت جزء وجهدي كبير جدا في طب الأسنان لحين كمان عندنا حاجة مهمة اسمها المنظومات الخاصة المنظومات الخاصة المميزة جدا في مصر لعبة دور مهمة في حاجات كتيرة أولا خدمة قطاع كبير جدا من الناس اللي كان عندهم تخوفات من طب الأسنان القديم بأسليبه ثانيا وده المهمة جدا قدمت دور مهمة في السياحة العلاجية طب الأسنان جزء لم يكن الجزء الأكبر من السياحة العلاجية في مصر قائم على طب الأسنان ده بجد وده نتيجة انهم عندهم روح تنفسية عالية جدا وعندهم رغبة كبيرة جدا في إثبات الزات على مستوى الوطن العربي عشان كده النهاردة احوارنا قائم على ده قائم على التنوير على التقدم المهم جدا في القطاع المهم اللي اسمه قطاع طب الأسنان المنافس مش على مستوى الوطن العربي بس بل انهم بيسعوا تقريبا في التجهيزات قد انهم يوازوا اللي بيحصل في أوروبا وأمريكا النهاردة عادنا النموذج رائع جدا أنا بصراحة سعيد جدا وانا بس أضيف قامات علمية كبيرة جدا سواء جامعية في طب عن شمس طب أسنان عن شمس أو في المجال العملي في الطب الخاص بطب الأسنان الخاص انه أنا شاهدت التطور الرائع جدا اللي أحدثوه طوال السنين اللي فاتت والطموح المتستمر في ان احنا دايما نكون up to date نتفوق بقى كمان على النظائر الطب العربية لا ونصل الى ان احنا نبقى منافسين على المستوى العالمي النهاردة اسماء كبيرة جدا موجودة على طولة الدكتور اسمين بارزين للغاية والحقيقة شرف كبير لنا انه يكون هذا النقاش مع ضيفية العزيزين هبدأ من اليمين الى اليسار طبعا مع ضيفي العزيز القمة العلمية الكبيرة الاساس الدكتور محمد عادل الدملاوي أستاذ ورئيس قسم التركيبات المثبتة وكلية طب جامعة كلية طب أسنان جامعة عين شمس والمدير لإدارة العمليات والفروع بمراجز بطموعة شايني وايت وماشستير والدكتوراه والتركيبات للتركيبات المثبتة من جامعة القاهرة دكتورات تركيبات المثبتة وكلية طب جامعة عين شمس طيفي العزيز أهلا بيك يا دكتور محمد أهلا بيك يا فانت وطبعا يعني واحد من النجوم الكبار في عالم طب الأسنان والحقيقة له يد مهمة جدا في تطوير التكنولوجي والتطوير التقني لعالم الطب الأسنان الخاص الحقيقة أسعدني جدا بأداء وراقي جدا طول السنوات الماضية وأنا عصرت كل حاجة حصلت في شاين وايت النهاردة واحد من نجوم عالم طب الأسنان أستاذ الدكتور شادي علي حسين أستاذ مساعد كلية الطب أسنان بجامعة عين شمس وصاحب دكتوراه في علاج الجزور من كل الطب جامعة عين شمس ومجسير علاج الجزور من جامعة عين شمس زميل الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان والعوض الجمعية الأمريكية العلاج الجزور المدرب المعتمد من الجامعة العالمية لطب الأسنان والمؤسس المجموعة شايني وايت واحدة من أكبر مراكز المتكاملة لعلاج الأسنان في الشرق الأوسط أهلا بيك يا دكتور وحشني والله أنا حرست أن أحكي على التقدم أنا هبدأ معاك الحكاية دي الأول بإذن دكتور محمد يعني لأنه إحنا من ضمن وظيفنا تصلت الضوء على ما شاء الله المجموعة بدأنا مع بعض وما شاء الله في تقدم موزه يعني دايما بنسعد بلقائك وبنسعد يعني إحنا نحط على طاولة الدكتور كل ما هو جديد وتطور دايما لك طاقة إجابية رائعة حتى لما بتيجي في الزيارة حتى لما بنبقى قديم في الكلمة ديك طاقة إجابية جميلة جدا يعني هو هي الرؤية إن إحنا عايزين نوصل بالبلد دي لمستوى معين من الإعلاج إحنا غيرنا المنظومة الحمد لله دكتور أيمان من لما شاء نواية ابتدت من 2009 وابتدينا إن إحنا أول ناس دخلت المايكروسكوب في طب الأسنان كان في 2012 يا لي بعد كده في 2013 أول ناس دخلت الكات كام والجزء بتاع المأسات بالكمبيوتر وبعدين يا لي في 2015 لما دخلنا الأشعة المقطعية فطبعا دلوقتي الحمد لله الحجم بتاع أو التغيير اللي إحنا بنضيفه للإندستري ولصناعة علاج الأسنان خلييني أقول صناعة علاج الأسنان لأن هي أصبحت دلوقتي النهاردة إحنا بنشتغل على حجمه مختلف بنشتغل على إزاي إن إحنا نغير كمان فكر الطبيب إزاي نتغير فكر المريض نغير فكر الناس إن إحنا نقدر نعمل بشكل مختلف من خلال ست مراكز بست فروع بخمسة وخمسين عيادة طبية بمية وستين طبيب متخصص واستشاري بربعمية وعشرين موظف يعني منظومة الحمد لله تكاد تكون هي أكبر منظومة في العلاجية للشرق الأوسط في طب الأسنان خلينا نقول النهاردة الحلقة متنوعة أو هي عبارة عن مجموعة حوارات طبية مهمة جدا تشمل التقويم تشمل التجميل هبدأ بالتقويم وهبدأ معك برضو في التقويم هنقود التقويم يعني الحلقة معلش يعني إيه لازم لأنها لازم نفصل يعني لأنه مش هكلم في الفينير جوا التقويم فأنا هكلم مع دكتور شهادي في التقويم وهروح للفينير عشان الناس اللي برضو بتروح التجميل ينتظروا حوار مهم جدا في الفينير في جزء من الحلقة مع الدكتور محمد التقويم الناس كتير على فكرة دلوقتي مش هارف التطور اللي حصل في التقويم الشفاف مثلا ولا دكتور أيمن هو الحاجة المهمة إنهما الحياة ستزيع موضوع التجميل والتقويم هما الاتنين هما موضوعين متصلين ومتقاربين أو متداخلين جدا جدا ليه؟ أولا يعني كمبدأ رئيسي هو جذء من التجميل هو إن أنا أرص السنان على الشكل الجمالي المزبوط تبقى للمواصفات الجمالية المناسبة لشكل المريد والوش المريد فطبعا ده هيقلل جدا جدا أو هيمنع كمان ممكن في ضعض الحالات البرد هيخلي يذاود العمر الافتراضي بتاع التركيبات فده ككونسبت أو ليه هو التقويم مع التركيبات بس كان دايما اللي بيخلي الناس مش عايزة تتجه للتقويم كان فيه كذا مانع المانع الأوليني كان عنصر الوقت الوقت كان بياخد وقت فضيج جدا كويس فكان الناس تقولك لأ أنا عايزة أتجهل برضا أحسن أو أعمل التركيبات بس خلاص مش عايزة أعمل حاجة دانية فكنا بنبرد جزء البرد أو من السنين ولو تفتكر كان فيه الحلقة اللي كانت جعلنا زمان من سبع تامن سنين اللي عرضناها اللي عملنا لها يمكن تجميل عن طريق التركيبات اللي كان فرحها كمان يومين والكلام ده كله فده بيبقى كان بيبقى الحل عندنا في التركيبات فقط الحاجة التانية موضوع المعدن ده طبعا هو لسه فيه بعض الحالات لازم نعمل التقويم المعدني ولكن اللي أنا عايزة أقوله ان احنا تقريبا 60-70% من الحالات أصبح ينفع ان احنا نعمل التقويم الشفاف والتقويم الشفاف كان ومزال هو امباكت رهيب ليه بقى نمر واحد شال موضوع المرحلة العمرية للتقويم لأن المعدن ده كان يجي يقولك ايه لو واحد عنده 40 سنة ولا 50 سنة يقولك بعد ما شابت ده كتابة أنا لسه هعمل تقويم ويركب بتاعه ولا دي يقوله عليا ايه ولا المرضى بتوعي ولا الكلاينس بتوعي ولا ذميلي فطبعا دي كانت من الحاجات الموانع اللي بتخلي الناس ما تنسى فكرة التقويم النقطة التانية الشعور اللي مش لطيف ان أنا فيه حاجة بتاعه وطبعا لدرجة ان المريض بتاع التقويم لما كان بيفك التقويم كان بيحصل مشكلتين مشكلة الاولية طبعا ان هو فيه فراغ انا بحس ان انا فيه حاجة وقعت منه على بقي فطبعا ده ما بقاش موجود لان التخانة بتاع التانية ده رهيق صويرة جدا حاجة التالتة ان هو لما كنا بنشيل التقويم طبعا كان فيه طبقة من المينة بتتشال مع شيل التقويم المعدني ده او المتقويم اللي بتلزق لان مادة اللازق دي بتشيل جزء من المينة فطبعا بتختلف بقى عن مهارة الدكتور في بعض الدكات اللي يعني عندوش المهارة الكافية كان بيشيل طبقة كبيرة جدا من المينة فيه دكتور تاني كان بيشيل طبقة قريبة بس كان فيه في الاخر طبقة بتتشال مع التقويم الشفاف لأولا الكلام ده ما عادش موجود نقطة التالتة البرسيجن بقى يعني انا النهار ده كان بيعتمد على الكفاءة الفردية بتاعة الطبيب يعني انا هزوق هتني الواير المعدني ده او السلك المعدني ده ازاي عشان هزوق السنة في الاتجاه ده وحاج مؤد ايه واتجاهه عامل ازاي وهركب البركت عاملة ازاي وليها بوزيشن معين انما التقويم الشفاف هو كل الكلام ده بيتعامل من خلال الكمبيوتر يعني تحريك الأسنان والكلام ده كله اتساب بروسس ان احنا بنعمل تحريك مستقبلي الكمبيوتر بفوركاست او بيتخيل الوضع المستقبلي للسنان ويعمل مجموعة من التركيبات الشفافة الرفاعة جدا اللي هي دي بيتحقق بزق سنة فاللي بعدها زق اللي بعدها فتفضل رجبة 3-4 أسابيع اخر ميزة واهم ميزة من المميزات اللي عاملة بريك سرو وعاملة في نومن نجاح مبهر في التقويم الشفاف والناس كلها دلوقتي بتجري عليه اللي هو الزيارات يعني انا دلوقتي النهاردة بيبقى معايا مجموعة سات من المقومات الشفافة فكل واحد مثلا بتلبس 3 أسابيع او شهر فممكن انه هو لو هو مثلا جاي من بلد بعيدة زي السعودية او زي الخليج او الكلام ده كله او من الأقاليم فهو هياخد السات بتاعته وهيشوف الدكتور مثلا بعد 3 شهور او بعد 6 شهور غير قصر المدة بقى دي اخر حاجة خالص ان انا بدلا ما هاخد سنتين في التقويم الحالات اللي الالتقويم الشفاف ممكن ماكسموم من 6-3 شهور 6 شهور 9 شهور على حسب وكل فيز بياخد 3 شهور فانا محتاجة اشوف الدكتور مرة كل 3 شهور فاصبح العاملة زي الزراعة والكلام ده كل فده يعني يمكن بريف سريع كده عن فكرة التقويم الشفاف وهنرجع تاني للتصنيع بس هروح للفينير لانه الناس اللي قاعدة دلوقتي عندها لازم نتسفهم انه ممكن الحالة تعملها تقويم وتجميل وجزء تقويم وجزء تكميل وهو الاخير لكن كيف تدرس الحالة وتبنى ما يسمى بالخطة الهلاجية الخاصة بالتجميل داخل طبعا دي هي نمرة واحد من الخطة العلاجية تتبني على رقائع انا بشوف الموجود في فم المريض الاسنان حالة الاسنان ووضع الشفاف بتاعته وهو بيتكلم وهو بيكتسم دي حاجات كلها عامل مهمة جدا وزي ما ذكر استاذ دكتور شادي في الموضوع انه احنا التقويم بقى داخل معانا ليه كان زمان عشان يجلنا حد عنده اماكن الاسنان مش مظبوطة او ملفوفة او وضعها في الفك معاوك شوية دي كان فيه بيبقى اقتراح ان احنا عشان حلها اسرع ومش عايزين نخش في التقويم وفترته طويلة نعمل الفينيرز او نعمل التركيب بتاعتنا عشان نحدل الشكل ونوصل للشكل الجمالي طبعا ده كان لود روباكس بنشوفها بعد فترة من الالالين طبعا حاجة مهمة لازم نقول المريض عليها المتابعة والاستدامة بتاعت التركيب بتاعتنا كل ما يتابع معايا كل ما يتبقى سن انا كمان حالة من دي كان بيبقى ان انا عملها لفول قبل كان بيبقى صعب لانه بيحصل التهبات في الاسرع في مكان معين نتيجة ان احنا عايزة اوصل لشكل معين بيبقى على حساب سمك الاسنان وعلى حساب وضع الاسنان وعلى حساب علاقة الاسنان باللاثة مع وجود تقويم الشفاف الموضوع بيبقى سهل انا جدا او انا طبعا بيحافظ على السنان زي ما الدكتور شري قال مرقاش ان احنا مضطعين نضحي الطبقة من السنة عشان اعمل قوي احصل مشاكل في الطبقة الخارجية الاسنان فبالتالي ما بتقصرش علاونا الاسنان تاني حاجة ان انا ممكن بعد فترة قصيرة من العلاج بالتقويم الشفاف ابتدي اعمل الفينيرز بتاعتي بمنتهى السهولة من غير ما اضطر ابرد في السنان الزيادة لو من غير ما اضطر اعمل اي مضاعفات في الاسنان او في اللاسة بتاعت المريض ودي طبعا هي دي الفكرة الاسية التخطيط كله بيتم على يعني من خلال السيستم موجود عندنا السيستم ده بيسمح لي ان انا اعرف كل حاجة موجودة سواء الاشعة المقطعية او سواء اللي هو التصوير داخل الفم بالاجهزة المخصصة لذلك وابتدي اعمل ديزاين للحاجات بتاعتي واعمل بروفا الحاجات المضيئة اللاسة واحنا برضو نشوف النتيجة مش بس المريض بيشوف احنا كمان بنشوف اللي احنا عملنا له ديزاين وعملنا له اتخرط وتعمل وتصنع عندنا هل ده مناسب المريض ولا لا هل ده مناسب للشكل اللي هو عايز نوصله ولا لا اه طبعا برضو كانت الالوان اللي بتطلب للفنيز كانت زمان كان الناس كلا بتاعيز اللون الابيق دي الشاه قوي ابتديوا دركوا بعد شوية انو اللون ده بقى لونه وصناحي الدراما الدراما هي اللي غيرت بفهم الناس دراما واحدة المسلسلات بقيت تطلع المؤنانات اللي عامين اللون الباق الشاهق ده في الدراما وينتخدوا لا يعني التطاوض دروقات احنا برضو خلنا اكتر ناحية احنا بنعمل الوان اقرب الاسنان طبعية بكتير جدا وللتزم بلون الاسنان كل الحاجة ان احنا بنعمل بنخلي اللون احسن شوية طب هل الفينيرز محتاجة حاجة في السنان قبلية طبعا لازم انا طبعا نزيل كل اثار الجير وتراصبات الجيرية الموجودة على الاسنان لازم نشيل الوان الموجودة على الاسنان الوان خارجية الموجودة في الاسنان ولو في الوان داخلية في الاسنان بنعمل حاجة اسمها بليتشين او هو التبييض الاسنان ده بيساعد كتير جدا للأسف بالشكل والوقت اللي انت عايزه. من الافضل ان احنا نعمل السيرفز دي قبل من التنية من اي حاجة. وطبعا هي دي البوليسي عندنا ان احنا او السياسة عندنا ان احنا ما ينفعش نحط فينيرز العينهاية تسعى فيها مبادر كبير. والفلوب بتاعها مهم وكل حاجة. وانا سايب اريدي مشاكل موجودة في الاسنان. لازم اصلح الحاجة دي الاوكي. هننتقل الى محطة الخطوات. يعني احنا دلوقتي محطة التي يعني انت بتحب انت الخطوات والتصنيع ودايما وتبتبهرني باهتمامك بالتصنيع بالمانفاكتشور. صح كده? والله الحقيقة طبعا خليني يعني يمكن تسليت وانت طبعا عملت الترحيب الكافي بالدكتور محمد. طبعا. بس دكتور محمد هو اضافة وقيمة لشاين يوايت. اضافة وقيمة للدكتور. يعني صراحة بنجهز لاستقبال الدكتور محمد بقالنا فترة طويلة لانه قيمة كبيرة جدا. طبعا. فقال دكتور محمد اضاف طبعا هو طبعا زي ما انت قلته ده رئيس اسم التركيبات في جامعة عن شمس. جامعة عن شمس يعني. والمثبتة. مش صح جدا. ايه. 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 على ان كتير احنا بنطعها الثابتة. ايه. ايه. المثبتة اللغة العربية. اه. 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 فهو طبعا هيثات سامرولد او حط قواعد اه لي اه او اضاف لنا في الجزء بتاع التجميل ده كتير جدا. سواء من ناحية العملية في تدريب الاطباء على الجودة. وده الكنسيبت بتاع ده من قول تيم مورك ميكس دريم مورك اللي هو الفريق العمل المتكامل اللي يعمل كل واحد. اه بتاعه ويمكن الجماعة بتوع الانجليز يقولك ايه. دونات بوت اه بروسيس انسايد بيبل بوت بيبل انسايد ذا بروسيس. اوكي. يعني ما تحطش الفكر جوه البني ادمين. لا. حط البني ادمين جوه الدورة. اه. كويس. اه. فطبعا هو عمل اه اه زي منظومة مرتبة بشكل معين. حاجة وطبعا كان حلمه من فترة كبيرة ان هو يعمل اه المنظومة من ناحية المعمل ومن ناحية الدكاترة وتدريب الاطباء بشكل على الجزء بتاع التكنولوجي والكلام ده كله ان احنا نقدر نوصل. ان شايني وايت هي ايج في الزراعة و ايج في التجميل. فاصبح الجاب كمان ما بين شايني وايت في التجميل وما بينها وما بين كل الحاجات اللي بتاعني انت حطيت بقى كل التكنولوجيا مع كل الخبرة اه والقامات الالمية اللي دايما من الجامعات يعني طبعا مع كامل احترامنا الجامع الجامعات بس اه 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 طبعا اصر يعني عن شمس يعني هم اه ال top of the line فده اه بيبقى حط الرولز بتاعت بقى الاكاديمية مع الرولز العملية مع الريسورس والموارد الغير محدودة بتاعت شايني وايت فبنقدر ندي للمريض خدمة يعني هي تفوق الحمد اللي بيتقدم في اوروبا واللي بيتقدم في امريكا مع الفارق طبعا الرهيب في السعر او في قيمة الحاجة المقدمة بالنسبة للسعر في مصر طبعا اه يعني الخدمة الطبية في مصر استفادت جدا من تعويم الجنيه استفادت جدا طبعا اه لانه بقت بقت الخدمة بالنسبة للسياحة العلاجية بقته اه فالجزء دايما بتاع التقويم يمكن بتاع الانوفيشن او التصنيع بقى التصنيع يمكن احنا اول ناس اتكلمنا عن الطبعة السلسية الابعاد فاكر في اه 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 عادة عادة نتكلم على على الموضوع ده يمكن فاصبح دلوقتي هو الخطوات بتبقى ان هو بناخد مقاس ضوئي زي اللي ناخد عشان التركيبات ثم بعد كده بنبتدي ان احنا نعمل اه المقاس نطبع شكل السنان الاساسي ثم اقول الكمبيوتر حرك لي الاسنان دي يبتدي يحرك الاسنان دي فيزز يعني انا احرك التحريك ده في ثلاث اسابيع هيتعامل بمقوم يتعامل كل الست بتاع التحريك الاسنان يتعامل ما لا يقل عن اتناشر عشرين موديل يبتدي بعد كده يتركب ده الجهاز بتاع الشفت يتركب عليه المقوم الشفاف ده بيبقى عبارة عن اه شيت بيركب بيبقى هارد جدا بيركب على الاسنان فيبتدي اللي اتزق بالكمبيوتر في الاسنان الطبع بالطبع السلسية الابعاد اتعامل عليه المقوم الشفاف بيركب فم المريض انت عندك حاجة شفافة كاني مانيش مركب حاجة ضايا الكلام ده يا دكتور ايمن حاجة ثورة تكنولوجيا انه يتعمل في مصر ليه لان الكلام ده كان يتعمل في امريكا فقط وكان تكلفته على المريض عشر اضعاف التكلفة الحالية فاصبح النهاردة المفاجأة ايه بقى دكتور ايمن ان التقويم الشفاف اللي هو كان بيتعمل باربع خمس اضعاف التقويم المعدني اصبح بيتعمل بخمسة وعشرين في المية من التكلفة التقويم المعدني فاصبح متناولة جميع اي حد اي سن اي مستوى اجتماعي اي وقت اي اي واحد من بزنس ما عندوش وقت كل الاسبكترم اصبح دلوقتي ممكن يعمل تقويم مستفيد مستفيد من التقويم الشفاف طب النقطة الاهم من كده ايه انا محدش شايف ان انا عامل تقويم محدش عارف ان انا عامل تقويم طب التنظيف بتاعه ايه بيتفكه وبتركب فانا مش محتاج الفرش المخصوصة عشان ننظف ما بيه اللي بتاعه فما فيش راحت البق الوحشة اللي بتتاكب بتدايق الناس طب ايه تاني مش محتاج اروح للدكتور كل شوية بياخد المجموعة بياخد المجموعة يروح بيها يخلص القسم طب ايه تالت ملوش مرحلة عمرية ده ما قلنا فانا ممكن عامله القلم اللي كان بيسبب من الموفمنت تعارف اول كنا منركب السلك تلاقي قلم جامد الكلام ده مش موجود في التقويم الشفاف الموضوع is much more smooth بحافظ عالسنان بشكل حسن طيب هل ده بيعالج مرض ولا ده وقائي لا ده وقائي يعني ايه يعني انا النهاردة اي واحد كلنا بلا استثناء السنان بيبقى فيها mild division سنة ملفوفة سنة ثايبة سنة سنة مش عارف ايه هل كل ده محتاج تقويم اه ليه اي حاجة مش محطوطة في مكانها مش بس المنظر الجميلة دكتور عين اولا النوت ثانيا التهابات اللاسة والريحة الوحشة تيجي يقولك ايه انا سناني رحت ملاقيتم في الشفافة تتساوز بس فيه ريحة وحشة في بقى يا دكتور ويفضى يلف على لكاترة البطنة وفي الاخر يقوله ما عندكش حاجة لمجرد ان الاسنان ملفوفة او مش مزبوطة ممكن تراكم الاكل في مناطق معينة فتعملي تخسر للطعام فتعملي الريحة اللي مش كويسة الكلام ده كله هو بيتعالج العدم اللي بقى ساعت ان الناس شفافة هم بتقفلش على بعض فبيتنفس من بقى فبيشخر وهو نايم فبيبص يلاقي ان لا فيه مخاطف ولايم مناخينه مقفولة ومشاكل الجيوب الانفية التقويم كل ده يبقى ايذن النهاردة هو وقائي بيعالج مشاكل بس مش مشاكل اسنان وتجميل وفي نفس الوقت هل في حد مش محتاج تقويم انا عايز اقول لحضرتك كل الناس محتاجة تقويم شفافة مفيش شخص ما عندوش ولا سنة مش محتاجة تقويم شفافة فهو بيعالج كل اسنان وبيحمينه من اللي بتاع فهو بنسميه يغضع دلوقتي كمان مش تابع الطب العلاجي تابع الطب الوقائي الوقائي وعلاجي في قضية مهمة قضية مكونة من جزئين خطوات الفينير الناس هل فهمها بتقع ثم القضية ربما اللي اشار لها الدكتور شادي وهي هل التقويم والفينير الاثنين متصارعين واخناء ما بينهم ويغنوا كلهم عن الاخر يعني الناس في الحوار دايما وحتى البيشن اقول لك انا عمل تقويم ما عملش فينير وجروب تاني اهل وزمالي لا انا بتاع الفينير مليش في التقويم هل ده حقيقي ولا لا مزئده المجروب انا بس الاول انا عايز اشكر توشياد ان هو اتاح لي الفرصة انا نضم المجموعة شاين وايت شاين وايت من اقوى المجموعات في مصر في التشتغل في مجال طب الاسنان الحقيقة هم وقفين على الارض ثابتة جدا توشياد انا بخلش تماما في الاجهزة والتجهيز وتعليم الناس الموجودين في المجموعة ومجهود قوي وجبار لان احنا نوسع الفكر بتاعنا ونعلم ولادنا في المشتغل معنا او بره المجموعة بتاعتنا كمان احنا نعلمهم ازاي يشتغل مع بعض يبقى فيه جروب راكتس وتيمورك موجود فعلا عند قرارة الواقع بالنسبة موضوع التقويم والفينيرز مفيش صراع ما بينهم خالص ده بالعكس احنا محتاجينهم ان انا اعمل استعجل في عمل الفينيرز دي من الحاجات الخطيرة جدا لان هي بقت الموضوع بقى سهل والناس شايفين فيديوز وشايفين حاجات والناس شغالة وانا عايز اعمل فينيرز ودكاتة بتخرجوا وبيادوروا يعملوا فينيرز هل دكاتة الصراعين يقدروا يعملوا فينيرز؟ يقدروا يعملوا فينيرز المشكلة مش في سن الدكتور المشكلة في الخطوات المتبعة بدقة الخطوات المتبعة هو ده اللي احنا ما ندور عليه البروسيجن او اللي هو الاعتقان والجودة بتاعت الخدمة نفسها الاستعجال على عمل الفينيرز بدون ما نحضرодuu كويس ونحضر الحالة كويس لاستقبال الفينيرز هينعكس في الآخر بضرع على المريض من ضمن التجهيز ده انه هنعمل التقويم الشفاف لانه هيريحن كتير جدا هيسهل على الخطوات هيقلل كمية برض الأسنان هيطول عمر الفينيز يخلي عمرها أطول فالبالتالي انا كده سهل عليها كل حاجة في الحياة لكنه هو التخطيط تخطيط علاج الالتزام بيها الوصول لحل الأمس لحالة التجميل للأسنان سروق التكنولوجي اللي هي متاحة دلوقتي كان زمان صعبة ومش موجودة وغالية الموضوع بقى موجود ومتاح ومعظم الموضوع موجودة زمان كنا عشان نعمل الفينييرز دي كنا كانت بتتبنية وقتبقى ومعمولة من حاجة اسمها الفلدس باسك سراميك اللي هو السراميك البورسل العادي اللي كان بيتحط على التركيبات ده كان بياخدوها طويل جدا فرص كسرها أسهل بكتير جدا ماقدرش عملها تخينة أوزة نظرة بتكسر بصعوبة شعبة بتكسر بطريف حتة غريبة إصلاحها صعبة جدا الفينييرز الموجودة دلوقتي تكنولوجي تطورت بقت سهلة جدا لكن الخطة العاجية والالتزام بيه هو كلمة السر في الحصول على فينييرز مزبوطة الالتزام بالخطة العاجية أنا شفت شبح ابتسامة وكأنها حضرتك عايز تجيلي الحالي أو الناس اللي بيتعالج سنانها تلتزم بقى بالخطة العاجية يعني واضح إن رأيك مشي فيها هو حقيقة بس إن المشكلة هي الاستعجال الاستعجال من المريض هو ببقى ضغط نفسي من المريض حقيقة العلاقة من طبيب الأسنان والمريض علاقة فيها تعاطف شوية فبعد الأطباء الأسف بيضعف قدام إصرار المريض إنه هو الوقت وبسرعة وعايز أخلصه عندي كذا والكنم ده فبنتظر إن إحنا نتجاوز بعض الحاجات اللي نعدي شوية حاجات خطوات من خطة العلاج عشان نوصل للمريض عايزه بسرعة بس لأسف ده لازم مريض يبقى فهم ده هينعكس على حالته هو بعد كده بعض الانطباعات عن جودة الماتيريا نفسها بتاعت التحويم الشفاف طبعاً لازم الطبيب يتعلم هيحضر السنة لحد فين بالزبط وهيوقف فين بالزبط وهيراعي الألوان بتاعت السنان ومسافته واقترابه من اللسة لازم نحترم البيولوجي أو العلم بتاع اللسة والتعامل مع اللسة والتعامل مع الأسنان أنه أنا بتحمل مع كائن يعني نسيك حال أهلاً بكم بلا شك أنه إجراء جراحة السمنة قرار مهم جداً من القرارات اللي بتغير مصار الإنسان في حياته بعدما كان حياته كلها موجودة في إطار معين من الأكل ثم الأكل ثم الأكل ساعتك بتصحى منفكر في الأكل وصل اليوم أو بعد شوية هنروح لحتة الفنية عشان ناكل طبع نتفسح بالليل مفيش فسحة هي الفسحة عبارة عن مكان للأكل نروح مكان ناكل فيه طب وإحنا مروحين إيه متأتنا في البيت الأكل طب وإحنا بنتكلم مع بعض والشلة بتاعتي بين اختراعاتنا ويعني إحنا هنعمل إيه الأكل فيه ناس يا جماعة حياتهم دايرة في وسط محلات الفاست فود في وسط محلات فيه حسب بقى هو دماغه إيه فاست فود ولا أكل تاني خطير برضو جداً أتراكتب جداً اللي هي المحلات بقى الكباب والكفتة والسجوء والكبدة ومش عارف مين بتاع النصرية ومين بتاع السيدة ومين بتاع الحسين مش عايز أقول إعلامات بعدت دا كله دايرة حياتك مختلفة دايرة حياتك إحنا نهاردة عندنا إيه الصبحة عندنا كورة بكرة عندنا إيه عندنا تنس يوم مش عارف إيه عندنا سباحة وفيه جروب لما مع الدكتور كريم هنتجمع كلنا عشان نشوف وزننا في آخر الأسبوع ستايل مختلف أكلي بيشبعني خلاص ما بقاش فسحتي مع عمراتي أو مع أصحابي إن أنا روح محل أكل لأ دا أنا فسحتي مع أصحابي إن إحنا نلعب كورة إن إحنا نلعب تنس إن إحنا نلعب بينجبون دا شيء مهم جدا لكن في قصة تانية بس أكيد لازم فيها نسأل سؤال مهم طب إذا فشلت العملي إذا رجع الوزن تاني إذا اضطرت لكلمة تصحيح طيف العزيزة المبدأ دائما في حواره الأستاذ دكتور كريم صبري هذا هو سؤالي منورني وسعيدك العادة باللقاء معك أهلا وسهلا لكن حتى صعبة جدا حتى لما بقابل النوعية دي من المرضى اللي هو عمل من فترة عملية وجاي وزنه لا كبير ويقولي الجملة دا لم يحتاج أن أنا أعمل قاعدة إصلاح أنا هسيب لك بقى الميكروفون احكي لي القصة دي من أولها إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ في البداية اسمح لنا أحية حضرتك وكل السادة المشاهدين وكل فريق العمل الحية طبعا أنه عمليات السمنة هي عمليات فعالة جدا في إنقاص الوزن يعني زي عمليات زي تكميم المعدة تحويل مصار المعدة التحويل مع التكميم أساسي تحويل مصار الـ 12 كل دي جراحات هدفة إلى إنقاص الوزن وعلاج الأمراض المصاحبة للسمنة المفردة ويمكن إحنا قلنا أن نجاح العملية يتعلق بثلاث حاجات قبل كده في حلقات فاتت أنه لازم يكون فيه جراح محترف حريص أنه يقدم خدمة طبية مميزة بيعمل عمليات أكريدتد تكون يعني ضمن المنظومة الطبية المزبوطة بيختار العملية المزبوطة للمريض النمر التانية بيتابع العين كويس هو بتديله الكاتالوج بتاع العملية أنت ماشي إزاي وكمان يبقى فيه اختيار سيليكشن للمريض يعني فيه عين طبعا شاطر شوية في أنه يتابع أو يبقى عارف أنه هو هيستفيد من العملية وأحيانا فيه عين أنا بقول له مش عامل لك عملية فطبعا فيه حاجات تتعلق ببرامترز كتير يعني فما تثبتش يعني إحنا مش عايزين نثبت أن كل الناس هتنجح وأن كل الناس هتفشل لا هو فيه نسب معينة من الناس مع عدم المحافظة هيبتري يحصل فيه ويت رجان أو رجوع للوزن مرة تانية طيب إحنا يمكن فيه حاجات طبعا قد تكون جراحية يعني خليها عندنا في الجراحة الأول وبعدها نتكلم على أسباب التانية أسباب جراحية قد تكون أنه أنا يعني كجراح لم أجري عملية كويسة يعني أنا عملت عملية ودي لما مندخل في عمليات بنعمل عملية تانية للإصلاح بتبقى واضحة جدا أن دي فيه قبة معدمة سابة ما تسلكتش أصلا فيه تكميم مثلا أو نهاية المعدة الأنترم واسع أو أن المعدة أصلا متسابة كابيشيس يعني واسعة فدي من ضمن الحاجات الجراحية عمل عملية تحويل مصار قد تتعلق بحاجة تزاود الوزن وقد تتعلق بحاجات فيها مضاعفات ما أنت لازم عملية الإصلاح مش لازم رجوع وزن بس ده هو ربما يكون عنده ما عندهش رجوع وزن بس عنده زيادة عنده حاجة جراحية بيرجع طول الوقت عنده توست في المعدة أو التواء عنده ديء في المعدة سواء في التكميم أو التحويل وتستدعي تدخل لعادة الإصلاح ودي حاجة يعني جراحية بحتة ولا عملوش فيها يعني هو ما عملش حاجة أنها تستدعي الجراحة غير أن العملية مش معمولة كويس فيه عمليات أصلا من الأصل هي يعني خلاص بطلت وإحنا ما زال بنعملها زي عملية تدبيس المعدة مثلا وتم تطويرها إلى عملية الفراشة ما يعني دي عمليات طبعا صعبة خالص ما ينفعش تتعامل وإصلاحها في منطقة صعوبة يعني فعلا إحنا بناخد مجهود أنا لو عملت 3-4 عمليات تكميم أو تحويل أسهل لي من أن أنا أعمل عملية تدبيس المعدة إصلاح تدبيس المعدة آه طبعا عشان نبتد نصلحها بتحتاج مجهود لأن فيها التسقات شديدة وفيها حاجات صعبة جدا يبقى إذن عملية طبعا يعني في عملية زي الأوميجالوب احنا قلنا عليها كلمة قبل كده أن دي عملية نوع من ليست عملية تحويل المسار ولكن ما زالت تتعامل فدي يعني هو المشكلة في العملية نفسها في نوعية العملية نفسها أو كانت عملية كانت وغدى ضجة زمان زي حزام المعدة لم يعد يستخدم الآن وخلاص ده جسم غريب وعتبرنا أن دي كانت طفرة في زمان خلصت خلاص احنا بنصلحه دلوقتي فتتعلق بنوعية العملية كل دي حاجات سواء بالنسبة للجراح أو في نوعية بالعملية سوري دي كل الحاجات دي تتعلق بالجراح أو نوعية العملية ولا تتعلق بالمريض طيب أنا بقى لو عملت عملية مظبوطة جدا عند جراح محترف جدا وعملت عملية وعملت أشعر مقطعية سوليست الأبعاد ولقيت شكل المعدة كويس ويعني عملية كده جميلة وبنانة شيب وحجم حلوة وما فياش أي مشاكل ومشيت بدون تعليمات يعني عملية تكميم المعدة لها تعليمات معينة عملية تحول المصار لها تعليمات معينة ما أخذتش أنا أي تعليمات خالص ولا عملت حاجة يعني مثلا حاجة بسطة جدا عامل تحول المصار وهو ممنوع من التدخين خالص ما تدخنش مع تحول المصار وحتى لو مدخن شرح امسك نفسك شوية لأن تحول المصار الواصلة ما بين المعدة والأمعاء بتبقى يعني إلى حد ما سنستف شوية أحيانا بيحصل فيه قرح في الواصلة نفسها تستدعي إلى يعني تحول المصار المصار نقلبه لتحول المصار المعدة كلاسيكي أحيانا بيحصل فيها مشاكل بسبب التدخين ما تدخنش ما تاخدش مسكنات قوية تستدعي أن أنت يحصل لك حمودة جمدة خد أدوية للمعدة وقت ما يكون عندك أي مشاكل تستدعي المسكنات واحد عمل يعني تكمين معدة ومش عايز زيت في الوزن فما تاكلش سكرات كتيرة أخلي وجباتك عادية كل أكل البيت العادي المعدلة العادية في البيت العادي ولكن لا تسرف فيه السكرات والشوكلات والأس كريم والحاجات اللي فيها طاقة عالية ما أنت بتتحدى نفسك يعني هو ده المشكلة يعني ده حاجات تتعلق بطريقة أنه نستخدم ده نهي حاجات كتيرة يعني في عملات مختلفة طبعا حاجات يعني العين نفسه محتاج لايف ستايل محتاج إحنا عمكان عندنا تيمز من الفيزيو سيروبي وعندنا يمكن ديرماتولوجي وعندنا ناس بتوعي تغذية علاجية ونفسية ناس بتتابع المرضى ما بعد العملية بتعمل خلال ستة شهور أنت كمان ما بعد العملية أنا بهتم جدا أن يكون فيه زيارة شهرية كل شهر لمدة ستة شهور احنا مش بنعملك حاجة احنا بنعملك بس يعني بنديك الكتالوج اللي تمشي به كأنك خدت كورس تدريبي إزاي تستخدم العملية بتاعتك وقعد عنده سقوط شعر ما بعد العملية انت أكلك عامل إزاي بتاخد الفيتامينز المطلوبة ولا بتاخدش هو دي الحاجات اللي احنا بنقدمها امشي عليها هتمشي طول حياة المبسوط وكويس جدا ما فيش أي مشاكل خالص سؤال هل تفترق عملية إصلاح على عملية إصلاح يعني عملية إصلاح ليك التالوجات ولا هي بتعتمد على مهارة مهارة جراح السؤال ده يعني مهم جدا 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 يعني الجراح الغير محترف ينقب نفسه خالص عن عملية اللي هي الإصلاح عملية إصلاح محتاجة خبرة عالية جدا يعني يعني خبرة قوية جدا في جراحات السمنة عملية الإصلاح ليست لأي حد عملية الإصلاح من العملية اللي هي يعني صعبة جدا جدا والقرار فيها أحيانا قد يكون إنتروا أوبرته جوا العمليات انت مين بقا يساعدك في مفجاءات انا مش مجوزد وفيه يعني فيه درجات يعني انت بقلي بقى انا عايز اعمل عيادة إصلاح لعملية تحويل مصار معدى كلاسيكي. إيه السبب فيها يعني عنده ديء في الواصلة يعني ولا عنده ايه المشاكل اللي عنده. تستبعي ان انت تعمل عملية إصلاح دي مثلا عملية تحويل مصار معدى مصغر البوتش احنا بنقول ان هي دي قصيرة جدا المفروض تحويل مصار معدى المصغر تكون لونج نار بوتش طويلة. انت بقى ايه القرار الجراح اللي هتعمله في العين ده. ايه سبب انت تدخلوا عمليات وتعملوا ايه القرار? هتقلموا لتحويل مصار معدى كلاسيكي وتصغر البوتش بتاعته. واحد تاني عنده عملية تحويل مصار معدى كلاسيكي البوتش بتاعته طويلة واسعة. طبعا ده جاستريك ألصر 100% ومش هيخص لان العملية دي اصلا ريستريكتف قائمة اصلا على تقليل كمية الاكل. يعني اذا دي عملية كانت تدبيس معدى وكان عندها يعني امكان كان اللي دار فيها الغيار كمان والله ابنت دي كان 17 سنة كنت اعرضتها حتى في مؤتمر طب كده ان دي من الحالات الصعبة جدا. تدبيس معدى وكان عندها انسداد يعني اللي دار بغيار كان قاصص كمان البيلورس. فدي من العملية اللي هي كانت صعبة جدا فيه اصلاحها عملية تحويل مصار معدى. تدبيس على فكرة عملية اتمنعت والناس بتلخبط بينه وبين التكميم التدبيس شيء اختلف عن التكميم تماما بالزبط. بالزبط يجب التنويه برضو ان عملية تدبيس المعدة من علامات اتمنعت خلاص من 2007. فلا يجب عملها. لكن الدباسات الجراحية همستخدمها في كل انواع الجراحات. حتى جراحات قولون يعني الدباسات حاجة وجراحة التدبيس حاجة. دلوقت فيه الحاجات اللي هي المعتمدة دوليا هي تدبيس تكميم المعدة. المعتمدة دوليا هي تكميم المعدة. تحويل مصار المعدة المصغر. تحويل مصار المعدة الكلاسيكي. تحويل مصار الاسنى عشر فقط. هنا الحالة دي كانت إيه بقى قصتها إيه دي تدبيس عادية كان التدبيس آه تدبيس بقى تدبيس بس كانت متدبسها مرتين أتلاقي سوتيال لاين مرة فوق ودخل دبسها تاني مرة كمان في عاملة زي الفراشة كده فدي من العملات الصعبة جدا بيبقى فيها التسقات شديدة بيبقى فيها طبعا عشان تحكم الفتحة بتاعة التدبيس كانوا بيتحط عليها شبكة تستدعي أن تمنع توسع الوصلة ما بين المعدتين وبالتالي دي بتعمل التسقات شديدة ما بين المعدة والكبد وبتعمل التسقات في الباطن الشديدة تستدعي أن أنت بقى تقعد يعني تعملها باحترافية شديدة بحيث أن أنت تقدر تستفيد منها ايه أشهر الإجراءات اللي بتعمل في إجراء عمليات الإصلاح؟ ايه أعمل بقى بتاعة منزار معدى لازم وأشعى مقطعية سلسية الأبعاد دي بتدينا حاجات وطبعا لازم حتى يعمل منزار لازم حتى احترافي يعني هو أفاهم دخل على إيه لأنه هناك بعض التخصصات اللي بيقيم لك المعدة ما بكونش عارف أنت عايز تبص على إيه يعني لازم الجراح يكون عارف هو بيعمل منزار يعمل بنفسه أو حد يعمل منزار في التيم بتاعه عارف هيبص على إيه لأنه عايز تشوف في الحجاب الحاجز عايز تشوف الفتحة ما بين المعدة وبعضها قد إيه فيه جسر وجسر كفستو يعني المعدة فتحة على بعضها ولا لا المسافة اللي ما بين المريء نهاية المريء والفتحة اللي هي ما بين المعدتين قد إيه دي ببناء يمكن تقيم لك الوضع تقول أنا هعمل للعيان ده تحويل مصور المعدة كلاسيكي لأن البوتش خطعته صغيرة والعيان ده فتح على بعضه يعني الستومة واسعة وقدر يعمل تحويل مصور المعدة مصغر اعمل منزار واعمل أشعة مقطعية سلسية الأبعاد ترسم لك الخطة بتاعة شكل المعدة وترسم كل وكل المعلومات اعمالها بتاخدها بالمنزار والأشعة اللي هي المقطعية سلسية الأبعاد تعمل لك خريطة بحيث نتبقى عارف أنت داخلها تعمل أية أنا بس عايز أقول حاجة في عملية تدبيس المعدة قبل منسع عملية تدبيس المعدة ما حاجتش يعمل بعدها تكميم إطلاقا يعني يعني إنت لو عايز تصلح تصلح عملية تدبيس معدة ما تعملش تكميم معدة ما بعد تدبيس المعدة إطلاقاً ما تعملش يعني عملية فشلة جداً هتتسد خلال أيام لأن دي تويستنج بوينت اللي هي للشبكة هتلوي المعدة بعد شوية خطر جداً ما تعملاش يبقى إذا تعمل عملية إيه؟ تحويل مصار معدى كلاسيكي أو تحويل مصار معدى مصغر أو تلغيها خالص أرجع المعدة عادي دول في الناس بقى اللي هم عملوا تدبيس المعدة وعملين رجعوا طول الوقت لأنه عندهم يعمل السومة ديقة ومعندهش جسر جسر كفسته لفوق لو مش عارف يأكل يعد الأكل المفوق ولا من تحت بقى ديراجع بقى طول الوقت وبيعتمد على السكرات يشرب سكرات على طوله وهو عايش على البسكوت والحاجات دي وبالتالي بيجي لك إما جاي منهك تعبان نارشت وكسلان يعني صحياً ده بتعمله عملية إلغاء دي حاجة وسيطة جداً تطل بالنظار خلال نص ساعة بتكون خارج من العمليات لاغي العملية ترجع الوضعك طبيعي وممكن تزيد في الوزنة تاني خلاص يعني ده وضعك لو أنت حسيت أن الصحة العامة مش جايبة معي يعني في التدبيس في التدبيس اللي تلغت من العالم وما زالت نسبة تعملها للأسف بتعملها للأسعار أسعار أه طبعاً التدبيس برضو في أمينهم اللي هو بيأكل شوكولاتات كتيرة وسكريات وصحيته كويسة ووزنه زيد فلا هو عارف يخس ولا عارف يأكل أي حاجة صلبة بيرجعها فبالتالي معتمد على السكريات وبالتالي وزنه زيد تاني ده بقى يعمل عملية تحويل مصار معدى مصغر أو كلاسيكي كلاسيكي في 95% بنعملها و5% بس اللي ينفع فيهم تحويل مصار معدى مصغر فيعني لكن ما ينفعش إن احنا نعمل تكميم معدى ما بعد تدبيس المعدى السؤال في طي كلامك قلت إنه مش أي حد يدخل يعمل عملية إصلاح طبعاً إيه المخاطر والمضاعفات اللي ممكن تحصل لو واحد مش مدرب مش عارف كم العملية مش عارف كم العملية الوضع صعب جداً الوضع أحياناً أنت بتدخل في البطن بتلاقي لتسخات شديدة لدرجة أن أنت بتسلك بالكاميرا نفسها يعني أنت بتدخل بالبورت بتاع الكاميرا وتقعد تشوف مكان تدخل منه الكاميرا نفسها وتقعد تسلك بالكاميرا عشان تدخل بالبورتات التانية يعني القرار طبعاً قدرات جراحية اللازم تكون عالية جداً بسبيل إن حضارك تعمل عملية باحترفية عالية جداً العملية اختيار العملية نفسها أو اختيار المريض وقرارنا دي عملية فشلة العملية الفشلة دي حاجتين يا إما زيادة وزن أنت بتسيب العين أهو سنتين وزنه مقلش 50% من وزنه الزايد يعني سيئ إنه وزن الزايد عنده 100 كيلو لو خاصة أقل من 50 كيلو بالعملية دي فشلت خلص دي محتاج إعادة إصلاح ودي من أسهل الحاجات اللي ممكن تتصلح لو تكميم وسعة ممكن نعيد إصلاحها يعني نقصها تاني أو نحن نعمل لابلايكيشن تانية أو يعني دي حاجة إعادة الوزن برضو في تحويل مصار المعدة المصغر يمكن إعادة إصلاحه بيتحويله لتحويل مصار المعدة كلاسيكي وممكن نحط عليه بند تحويل مصار المعدة الكلاسيكي بقى ده يعني محتاج خطة يعني يأما بنصغر المعدة بس ونحط عليها بند يأما بنصغر المعدة ونحط عليها بند ونعمل حاجة اسمها أو إنه نحن بنزود طول الجزء المعزول من الأمعاء ودي لها نوعين يعني نوع تطويل البليوبانكرياتيكلمب المشهور عالمياً دلوقتي أو إنه نطول الرولم بس العالم كله شغال إنه نطول البليوبانكرياتيكلمب يعني نقص رولم ونحطه على بعد قطول شوية ونبقي ثلاثة متر بس من نهاية الأمعاء لكن ما نعملش حاجتين بقى بعنف إن احنا نعمل تصغير الحجم المعدة وباند ونعمل دستاليزيش يعني بل عالمش هيعيش يبقى إذن لازم إما تعمل يعني العيان ما نعملوش ريستريكشن عنيف ونعملو مال أبزورشن عنيف يبقى المحتاجة معادلة يعني تبتشوف العيان ده وزنه قد إيه طبيعة حياته قد إيه سنه استحمل وما نستحملش المال أبزورشن هيقدر ماديا نشتري الويتامينز ولا ما يقدرش ما بعد الديستاليزيشن لأن الديستاليزيشن ده الديستاليزيشن هو نقل الوصلة لمسافة أبعد أبعد وباقي جزء صغير من الأمعاء يشتغل على الانتصاص فالموضوع حرفي يعني هو الموضوع ما يتخذش فهعمل لا يعني ده محتاج خطة يعني ضيفي العزيزة القيمة العلمية الكبيرة نفس الدكتور كريم صبري أستاذ جراحات السمنة ومناظير وكلية الطب جامعة عن شمس والمدير الوحدة جراحات السمنة ومستش ووادي النيل وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا عضو كلية الجراحين الأمريكية والحصل على أحلى تصنيف للجودة في جراحات الدولة في جراحات السمنة الاس أرسي ضيفي العزيز كان في واحدة من سلسلة حلقات هم جدا هي عالم السمنة عالم جراحات السمنة هذا العالم المسير ما له وما عليه ضيفي العزيز أستاذنا رسوس دكتور سيد الأخير أهلا بي دكتور عايزة عايزة الحوار المسير ده لأنه نارده فيه مفاجئات وحوار مهم العلمي وتفسيري مهم جدا لكن هو السؤال اللي أنا طول الوقت طول ما أنا جايب أسأل نفسي لماذا بطارة الراحة من المهاجرات الآن سؤال من 1860 من أول اكتشاف المرض عند عالم جليل روكتانيسكي تحت المايكروسكوب واكتشف بقرة بطانية الرحم المهاجرة إنه خارج من مكان الرحم وبدأت القصة من اليوم ده بعد ما كان المرض هل بجد صدفة ولا ليه قواعده الخاصة ولا هو كيان كامل ليه فلسفة وليه أدواته وإحنا نجهلها أحيانا نكتشف المرض ونربطه بطريقة ظهور بشكل معين فنفاجأ إنه ما تمشيش مع طرق تانية بمعنى آه دبطانة الرحم المهاجرة هذا الكيان الغير اكستر اردنري الغير اللي هو اكستر اردنري يعني غير تقليدي غير تقليدي متفرد إن بطانة الرحم لو اتفقنا إنها هي الجزء لو ده الرحم هي الجزء المباطن للرحم هذا النسيج اللي موجود في هذا المكان وليه علاقة بالدورة الشهرية إيه علاقته ببقية الجسم كيف تتواجد هذي الخلايا في أماكن مختلفة يعني إيه مريضة تيجي تنزف من القنف فتجد بطانة رحم مهاجرة يعني إيه مريضة تكح فينزل دم فيطلع بطانة رحم مهاجرة يعني إيه مريضة يحصل فيه الحاح بولي وتبول أحيانا لإرادي أو متكرر فتكتشف إنه مش التهاب ده بطانة رحم مهاجرة إنه فيه دم في البول دم السرطان ده بطانة رحم مهاجرة يعني إيه انتفاخ في البطن ده بطانة رحم مهاجرة يعني إيه ألم في العضلات ده بطانة رحم مهاجرة يعني إيه تعب لا تشف منه أبدا كرونيك فاتيك سندروم ده بطاني ترحم مهاجرة يعني ايه كحة وازمة ده بطاني ترحم مهاجرة يعني ايه حمى بحر متوسط وتطلع بطاني ترحم مهاجرة يعني ايه مالتوبسكولوروزيس ويطلع بطاني ترحم مهاجرة يعني ايه خلل في الغدة الدرقية ويطلع بطاني ترحم مهاجرة يعني ايه بقر في الجسم طلعة ونديول ورام في العضلة البطن تطلع بطانة راحة مهاجرة يعني ايه دمور في عضلة يطلع بطانة راحة مهاجرة يعني ايه ألام في السياتيكا والأعصاب ويطلع عن موضوع بطانة راحة مهاجرة يعني ايه يعني ايه هذا الوحش داخل المرأة وبيزهر امتى وزا كان ليه توقتي معين فازاي كمان يطلع لبنات لسه الدورة ما نزلتش ازا كان احنا بنقول مرتبط بالدورة يعني لو قلنا ان خلايا بتنتقل عن طريق الانبيب وتخرج برا يعني فنلاقي ان هو موجود لبنات مش موجود ليهم ارحم اصلا وفيه بطانة راحة مهاجرة الله مش كنا بنقول لو شلنا الرحم نعالج بطانة راحة مهاجرة طب اللي ما عندهاش رحم عندها بطانة راحة مهاجرة ازاي طب مش قلنا لو شلنا الرحم والمبيضين بالتالي ازا كان هو بيعتمد على الهرمونات اللي طالع من التبويض فشنا المبيض اهو واذا كان هو بينزل من الرحم فشنا الرحم اهو فتتحل المشكلة فنلاقي ان فيه بطانة راحة مهاجرة يعني ايه بعد سن انقطاع الدورة وما يطلق غلط يعني غلطا كده او يعني جملة خطأ انه سن انقطاع الدورة سن اليأس ويطلع بعديه بطانة راحة مهاجرة الله يعني ايه ان بعد انقطاع الدورة وتاخد بعض الهرمونات التعوضية فتنتشر بطانة راحة مهاجرة طب انا شلت الكيس ريعتاني ليه طب ايه كمان بطانة راحة مهاجرة هل كان الحل فقط هو جراحي ولا دوائي ولا دوائي جراحي وهل بطانة راحة مهاجرة هل هي فقط بس اللي احنا بنتكلم عليه كيسة لتشوكولات يعني كيسة اللي موجود الكيسة لتشوكولاتة اللي موجود في المبيض ولا احنا بنقسمها الى اوفيريان واكسترا اوفيريان يعني ايه يعني في المبيض وخارج المبيض وفي المبيض وخارج المبيض فنيجي نقسمها تاني داخل الحوض وخارج الحوض يعني لو جات في المبيض والأعضاء المجاورة ليه فدموها ده آخر الحوض يعني خلاص بالمجاورة بدأ المرض ينتشر من عضو إلى آخر بالتلامس بس تفصل إزاي اللي راحت الرئة وتفصل إزاي إن يحصل كتامينيال نيوموسوركس يعني يحصل فيه تجمع أو هواء داخل الرئة شهرياً أو مع الدورة الشهرية أو يحصل كوحة دموية شع حتى لو كان رير فنيجي نقول عنوان كبير لماذا بطاني ترحم المهاجر رقم واحد وونا جالي ليه بطاني ترحم المهاجر زي أسئلة كتير جداً من البنات مش مانا لا اللي جاني بطاني ترحم المهاجر وده خلل ولا وراسة ولا طريقة أكل ولا هرمونات غلط ولا تعرضت إلى البيئة هل هي ده فقط الأسباب ولا في أسباب أخرى المرض ده له طبيعة هرمونية له طبيعة تأثيرها هرمونية لأنه برضو وله علاقة بالبطنة وثيقة إحدى مرضانا الجميلات بتقول إيه تقولك بدأ بس يكون بدأ يكون التهابي شكل التهابي وصل لمرحلة الصديق فبدأ من كتر هذا الالتهاب بدأ يحصل تضخم فتحات الحتة دي مهمة قوي حتة مهمة قوي حتة أنه تدل على أن هذا المرض مناعي ما يسمى بإرتيكولات سيستم بورولي فريشة اللي هو تضخم الجهاز المسؤول عن إنتاج الخلايا أو التعامل مع الخلايا ده الجهزة للتصدي للالتهاب زي الطحال فتضخم الطحال هنا في مرض في حالة مش المفروض تضخم الطحال احنا بنخاف منه ليه مفكر إنه ده قد يكون مرض قد يكون أوراق لكيميا لكيميا لينفوما الكلام اللي هو ده اللي كن السراطرات خالص أو إذا كان بدأ يحصل سراطرات الدم أو بدأ يحصل زي ما أنت قلت إيه ارتكول اندوسيليال سيستم بقى بدأ يحصل بورول فريشة آه وبدأ ينتج بقى هايبر بليزيا احنا كنا عاوزين نمشي بخطوات يعني إيه النهاردة تأكيدية وستيب باي استيب للناس عشان أنا نفسي كان يفهموا النهاردة بجد كيف تنشأ أو تصنع بطانة الرحمة المهاجرة ثم تصدر خارج مكانها الطبيعي وإيه هالتوازن ما بين هرمون الاستروجين والبروجسترون ولو هو مرض أصلا بيعتمد على غذاءه الحقيقي الاستروجين هرمون الاستروجين هرمون الاستروجين والتالي يبقى فيه خلل فيه خلل لإنتاج هرمون البروجسترون عشان كده معظم الأدوية الخارجية تبقى هرمون البروجسترون أو البروجستروجين زي كلها المصنعة بكل أسماءها المختلفة عشان يعادل الاستروجين وبالرغم بعض الأدوية اللي بتبقى بنيديها زي النزائر الجونادوتروبين عشان توقف الاستروجين اللي نلاقي برضه المرض أحيانا على بعض الأدوية اللي توقف الدورة بينتشر وبيكبر إيه ده لإنه هو عنده مصنعات الاستروجين الموضعي يعني لما تحرمه من الاستروجين العام في الجسم هو كل بقرة بقى تطلع استروجين خاص بيه شوف قديه ماكرو ولقمه وعنفه ولما بتدي بعض الأدوية زي الأرموتزن هيبتورز اللي بتدور إنه هو ما يتكونش الاستروجين فيبدأ يتحسن الوضع ويأثر لبعض الناس وليه بعض الناس الجيناتيكس اللي هم أرايب واللي نسب بالبيطانة رحمة ماجرة تبقى موجودة فيهم تصل أحيانا إلى طبعا أضعاف نلاقي كمان عندهم إن نسبة البروجسترون في جسمهم أقل من الطبيعي فيؤكد انتشار المرض عن غيرهم وعلى مستوى الخلايا والماتريكس اللي موجودة فيها الأرضية اللي موجودة فيها بطانة الرحم والتوازن مع الميتالوبروتينز إنزايمز والتيشو الميتالوبروتينز إنهيباتورز يعني إنزيم موجود في بطانة الرحم مسؤول على إنتاج الخلايا بتاعة بطانة الرحم وواحد تاني يوازن أن البطانة دي ما تتوغلش فإزاي واحد يبقى أقل من التاني فتلاقي إن البطانة تتوغل لما تخرج برة مكانها الطبيعي فتتوغل في الأنسجة ليه عندها استعداد تبقى إنفيزف تخزو الأنسجة تخش تحت البريطون يعني إيه ده الكدرة دي عندنا نظريات مختلفة كلمة قصية جدا ولكن النهاردة بس عشان يبقى الحالة دي متعديش لأنها صعب إنها تتكرر بجد لو إحنا هبدأ بحالة إن إحنا بنتكلم على بطانة رحم المهاجرة وعلاقتها بالمسانة البولانية حالة سين ولا حالة نون قبل ما نتكلم بس نبص بصة صغيرة هنا لو إحنا قلنا رجعنا للسوديو هنا قلنا ده الجهاز البولي كليتين كده كليتين حالبين مسانة بولية رحم رحم كليتين هل ممكن بطانة الرحم المهاجرة لو كده واضحة الأمر قل لي نشيل ده كما واضحة الصورة كما أحل وقل كليتين الكالية تنزل البول من الحالب حيروح المسانة البولية والمسانة البولية على بارة على مجرى البول خارجين إزاي بطانة رحم المهاجرة إحنا اتفعنا لو ده المبي الرحم خرجت من الرحم وراحت الجسم كله لكن إزاي توصاب المسانة البولية بطانة رحم المهاجرة إزاي توصاب الحالبين بطانة رحم المهاجرة إزاي توصاب الكلي بطانة رحم المهاجرة المسانة البولية ممكن توصاب المسانة البولية بطانة رحم المهاجرة يا إما برايم ريليجان يا إما جالها فيها مبدئيا مباشرة فيها أو اتنقل لها بالجوار يعني يا إما أثناء الجنين في بطن الأم لو قلنا المسانة البولية هنا يبقى ما بين المسانة البولية والرحم في جزء من تكوين الجنين يفضل موجود يا ما بين يفضل كامل الأنسجة دي لغاية لما البنت تكبر ويدب فيها هرمون الأستروجين والدورة الشهرية تنشط الخلايا دي اللي موجودة في علاقتها بالمسانة وتبدأ على سطح المسانة وتتوغل لداخل المسانة أدي لو كان برايم ريليجان في المسانة البولية يا إما إيتروجينيك يعني بسبب جراحة قبل كده جراحة قبل كده إيه؟ في الرحم أثناء عملية كيسرية أو السقصة الرحم أو السقصة الورمليفي بعض الخلايا تخرج وتنغرز في المسانة البولية لو جرحت أو بقت على الخلايا الخارجية فتنزرع جوه يبقى ده شكل من أشكال المرض الموجود في المسانة البولية تيجي المرأة تشتاكب إيه؟ تشتاكب إيه؟ تكرار في البول حرقان في البول أحيان بول مدمم ممكن تشخص على إنه سرطان في المسانة البولية هل ممكن نتعامل مع البطانة الرحم المهاجرة في المسانة البولية؟ آه ممكن نسقصة للورم؟ آه عن طريق إيه؟ يئما نخش بمنزار مسانة بولية؟ منزار في المسانة البولية يئما على منزار البطن ونتعامل طيب ده هنتعامل النهاردة ممكن نعرض أكتر من 15 حالة من داخل مستشفى الأمم في بطانة رحم مهاجرة داخل المسانة البولية اللي فوق دي الدكتور حطت إيدو عليها دي البسات المسانة البولية وتحتها الرحم وتحتها الرحم آه لكن إحنا هنا كمان هنعرض عن حالة بدأ يحصل تلايف وبطانة رحم مهاجرة أصابت الحالبين لدرجة قفلت عليهم وبدأ الحالبين دولة يرتشحوا يعملوا ضغط فقط؟ يعملوا ضغط لو اعتبرت الكالية دي بتنزل البول كده آه والكالية دي بتنزل البول كده آه وبعدين هينزلوا في المسانة أيوه تتميل المسانة يخرج البول برا آه لو اتضغط هنا وهنا بيبدأ يحصل إيه؟ حوض الحالب ده يتوسع يتوسع آه وبعدك هنا حوض الكلا لو بدأ يقفل يقفل لدرجة قفل تماما الكالية دي مش عارفة تصرف اللي فيها تتضخم تتضخم وبعد كده تضيع خلاص حصل لها لص وبعدين يحصل لها ضمحلال وتنكمش وتفشل تماما يعني بمعنى أضاك لو احنا اعتبرت عاوز أقولي أني حالبين رجعنا بس الصورة دي كده تننقرب منها حالبين أكد أنه كل واحد منهم بينزل أهو بنرفحها بقى شوية لو احنا قلنا قادل حالبين ماشي ماشي واضحة كده آه والأخدر ده حالب وبينزل نقط البول والأزرق ده حالب تاني وبينزل نقط البول لغاية لما المسانة البولية تحت بتجمع ولما المسانة البولية هتتجمع منها البول اللي نازل من الكلة باستمرار كده هنفض المسانة لو أي جزء قفل الحالب ممكن يمنع البول أن ينزل بالشكل اللي نازل منهامر ده وبالتالي يحصل إيه ارتشاح في حود الكلة وارتشاح في حود الماء بس تعالى نبدأ من مدام نادية فرحات مرض بطانة الرحم والمواجرة داخل المسانة البولية نقدر نستقصل الورم بالكامل بالمنزار عن طريق البطن وجزء عن طريق مسان البولية أنت نورتنا لا خليك وسعدت بهذه الزيارة سعدت غامرة وفي النهاية رسالة أسمعها منك أنت اللي هتفتد من النار ليه جمهورك والله عاوز أقول أن نحن على الدرب مع بعض وعاوز أقول أن لسه الطريق طويل لمعرفة الحقيقة الكاملة لمعرض مثل بطانة الرحم والمواجرة بأبعاده الحقيقية بمدى انتشاره بمدى تعمقه بمدى خطرته بمدى الوعي المفروض بمدى حرصنا على بناتنا بجد أن نحن البربنت بيتر دان كيور أو البربنتشن بيتر دان كيور الوقاية خير من العلاج والوقاية دائما لا تأتي إلا إلا بالمعرفة ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ده حتى اتقاء الله وقاية عشان الإخراج يعني اتقاء الله كأنك تقي نفسك من التقية إنك يبقى فيه جزء من الوقاية لكن لما ربنا يقول له وذلك أقرب للطقوة الطقوة هنا مش معنى أنه طقي يعني طيب أو إنسان وارع فقط ولكن ياخد كل أسباب الوقاية من الوقوع في المشاكل حتى في علاقته بالآخرين أو بالمرض الحقيقة أنت نورتنا وأسعدتنا ويعني فعلا استفادنا استفادة كبيرة جدا من هذه ودايما مبتع ودايما متجدد وعندما أظن أننا وصلنا إلى ذكر تفصيلي عميق جدا لمثلا المرض ما دائما بتبهرني في اللقاء اللي بعده وبتجيب لي حاجة جديدة للغاية عايز أقول حاجة مهمة جدا أسعدني أسعدني جدا جدا حواري مع طيور مهاجرة مصرية أسعدني حواري جدا مع سيدة فاضلة عظيمة جدا مصرية تعيش في ألمانيا حقيقة أسعدتني جدا بحوارها واستماح علينا لقاء مع صديق في هولندا أستاذ إبراهيم لقاء مع صديقي في أمريكا والأستاذ إلياس الناس دي بتتفرج علينا وبتتفرج علينا بجد وأسعدني جدا إحساسهم وهم بيقولولي إن إحنا بنبقى مبسوطين جدا وإحنا بنقدمكم للأمريكان أو الهولنديين أو الألمان على أن دول هما المصرين الحقيقيين خليكوا دايما مع المصرين الحقيقيين وخليكوا دايما مع الدكتور